الانتهاكات الحاصلة من أثر الحرب والعدوان والحصارة عن اليمن نحن في السنة العاشرة تحولت إلى أرقام أرقام مذهلة معها تقريباً 2 مليون ونصف طفل خارج التعليم وشوف أنت الأطفال 2 مليون ونصف طفل يعني خارج التعليم أين ممكن يتعرض؟ العمالة الاستقلال بمختلف أنواعها الاستقلال المنظم طبعاً الاستقلال المنظم هذا يعملون من خلال حصابة حصابة منظمة في التسول وإلى آخر طبعاً الأرقام ما بين 4.800 إلى 5.000 طفل شهيد خلال العاشرة السنوات تقريباً هذه أرقام تقريبية في أرقام مشاطعة وفي أرقام لكننا نحن نحن نخذها من بعض المواقع الأممية وبعض من الصليب الأحمر وبعض أعمال منظمة المجتمع التي تكون بحاملة الرصد والمتابعة محانا 1800 طفل يعاب طبعاً لديها إعاقة بدنية وإعاقة دهنية وإعاقة نفسية إضافة إلى 760 طف الخدج الذين يولدوهم ونقص النمو خير 2.2 مليون طف هذا يواجه سوء تغذية حقيقية تغذية حادة ينعكس عليها التقزم النواقص النواقص التي تحرم بسوء تغذية شديد جفاف وما شبه دارك والدكاترة يمكن من خلال أوراق الحمل يمكن أن يناقش المواضيع هذه بإثراع طبعاً كما أسلفنا 2.5 مليون طف خارج انطقة التعليم إضافة إلى 2 مليون طف في سوق الحمل 2 مليون طف الرقم ليس بسيط تخيل هذا 2 مليون طف بمختلف أنواع الأعمال هناك أنواع الأعمال التي يمكن أن تكون مقبولة وقادرة عليها الأطفال وفي أرقام يعني في أعمال خطرة لا يمكن أن نطرق لها أي شيء يترتب على الأطفال هذا المستقبل كيف يكون الطفل هذا؟ 12 ألف طفل هذا غير مصحوب مع أب ماصر يعني جنون الهوية من حملية المزوح والتنقل والتشرد أثناء الحروب عشر سنوات نتكلم على عشر سنوات يعني جيل معاك 12 مليون طفل الآن مفقودين يعني مفقودين ومصولين عن أولي أمورهم بالأسف الشديد معانا 200 ألف الآن يعني في معانا 90 ألف حالة يمكن ماتوا اللي هو من أمراض الكوريرا وفي الآن مؤشر حاجس ماتي فيتريا يمكن أن أصبح الصحة يفهموا الكلم هذا وهي تابعة من أنواع المشتقات اللي هي الكوريرا اللي منتج الآن في المناطق الشمالية الشمالية مثل الحجة والحديدة وما شبه ذلك كوريرا نعم إحصائية عامة معنا ثمانية مليون طفل الآن محتاجة لمساعدة إنسانية في شكل عام تقولي في التعليم في الصحة في الرعاية في عادة التهيئة في عادة التهيئة النفسية على الدليل الاجتماعية الدمج سيد الدكتور طبعا هذه الأرقام أتمنى 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 أنا كمنظمة مشتاعداني أتكلم معها بحرقة لأنها واقع موجود المؤتمر هذا يعتبر بركان بركان خير يعني ليس بركان شر أنه أثار مشكلة يعني فعلا 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 نتنبه لها إحنا كحكومة وكنظمة مدني وكنظمة دولية وأكاديميين وأسرائيل نفسيين ومهتمين وناشطين حقوقيين وأجهات حكومية معنا في هذا المؤتمر كيف نخرج بمصفوفة عمل كيف نعمل على معالجات هذه النموذ بعمل خطة عمل مستقبلية للتقلب على هذه الأشكالية التي ممكن تحل من مشاكل الأطفال طبعا أطفالنا دفع الثمن أكبر في هذه الأزمة بالأمانة يعني أطفالنا كلنا صدقنا بمستوى فوق أو تحت أطفالنا كلهم دفع الثمن وأحنا ندينا لهم بالاعتذار أولا كلهم دفع الثمن أطفالهم أكثر الأطفال أكثر تأثيرهم أكثر وأكثر تألما وأكثر وأكثر هم المستقبل يعني إحنا عدونا نقدم بعد الآن يعني والآمال عليهم كلهم أطفال نعم أثرت نعم أثرت هذه المشكلة حتى على النسيج الاجتماعي التفقق الإسلامي وواواواواواواواواواواواوا الأثار المستقبلية أنا أقول لكم الطفلة هذا الآن اللي يمر بحشر سنوات في القالب هذا أيّاً كان، أيّاً كان، حتى اللي هو قيز، أيّاً كان، صال بلتقصوا وفدقوا لك عشر سنوات يعني كيف تنظر للمستقبل للبلاد هذه، كيف تنظر لليمان، إيش بها تكون بعد عشر سنوات اللي عمره حجرين الآن إيش بها يكون بعد ثلاثين سنة بيكون كيادي، كيف تكون نفسيته وكيف تكون بدرته للبلاد إذا لم يكن في برامج تستوعب هذه المجتمعات، تستوضع في هذه الخيات، وتقيد دمجها بالشكل الحقيقي اللي يكون منتج وعملي للمجتمع مخاطر قادمة وأنا أتمنى أن لا نصل إليها اللي هي الجوع المجاعة التي نقرأ عنها ونسمع عنها فوق ما كنا نحن جارعين، بعد نجوع أكثر يعني أتمنى أن الخروج بالمطور هذا بوصفة عبل وتوصية تخدم بصلاحة الأطفال والفضل وأشكر كيادة الجامعة على إتاحة هذه الفرصة وهذه خطوة جبارة تحسب لكم اليوم وغدام بإذن الله تعالى واشتركوا الجميع بالسلام عليكم شكراً جزيلاً على الأستاذ عبدالصلاح الحرازي المنصف العام للتنسيق المنظمات اليمنية لرعاية هو من الطفل، والشكر أيضاً لرئاسة المؤتمر ورئاسة الجامعة ولنيابة دراسة العليو والبحث العلمي في تنظيم مثل هذه الفعالية والمؤتمرات الهامة الآن ننتقل إلى كلمة الجاءات المتخصصة في رسم السياسات العامة لمستقبل الطفولة ومناخشة واقع الطفولة وفي اليمن الأستاذة أخلاق عبد الرحمن الشامية من عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فلتتفضل مشكوها بسم الله الرحمن الرحيم لا أدري هل الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح تفضلوا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطهرين الإخوة في رئاسة المؤتمر، الإخوة في جامعة إب رئيساً وعمداً وعضاً ومشاركين وكذا المركز الديمقراطي للدراسات وجامعة بنغازي والليل الأبيض والمركز الألماني الديمقراطي للدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشكر الجزيل لكم على هذه المبادرة وعلى القيام بهذا الدور الذي هو منوط لكم وعلى النهوض بهذه الأدوار التي نأمل من الجميع أن يتفاعل فيها كما يعلم الجميع أننا قد لا نختلف على الآثار والتداعيات التي تخلفها الحروب على المجتمعات بشكل عام وعلى هذه الآثار الكارثية التي تركز بشكل كبير أو تنصب بشكل كبير على الفئة الأولى برعاية لا سيما الأطفال الذين نعلم جميعاً أنهم أيضاً أمانة ملكات على عواتيقنا في سبيل هذا وأثناء النزاعات يطلق دائماً أو يطلق دائماً العاملين في مجال الطفولة نداءات متكررة لحماية الأطفال أثناء الحروب يخاطبون بها الحكومات وكذا الجهات العاملة في مجال الطفولة من الأمم المتحدة من الحياة المختلفة من المجتمعات حتى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحمل أطفال أو نقول تمنع أو تقلل أو تحد من الانتهاكات الواقع عليهم أثناء الحروب سواء باتخاذ مبادئ الحيطة والنسبة والعدم الهجوم على الأماكن المقتضة بالسكان وغيرها سواء كانت هذه الهجمات متعمدة على الأطفال أنفسهم أو على المرافق التي يحتاجون إليها كذا تسعى الجهات العاملة في مجال الطفولة أيضاً لإطلاق النداءات المتكررة لتحييد الأطفال عن الصراعات نجد كثيراً من التفاعل في هذا الجانب من قبل المنظمات الدولية ومن قبل الحكومات ونجد أيضاً أن هذه الأمور باتت مقننة أو مشرعنة داخل القوانين الوطنية فقوانين الوطنية تحمل أطفال بقدر كبير أو بجدية عالية شملت أيضاً هذه النداءات التي تطلقها كل دول العالم التي تمر ببعض من الحروب أو النزاعات أو الاعتداءات كما يحدث لنا ورد الشعب الفلسطيني اليوم شملت هذه النداءات الدورة التي يفترض أن تقوم به كل دول العالم دون استثناء أن تقوم بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال بإخضاع مرتكبي الانتهاكات بشكل عام والانتهاكات بحق الأطفال على وجه القصوص للمسائلة كما شملت الخطوات والإجراءات اللازمة بالمحافظة على أمان أطفالنا ومجتمعاتهم المحلية وتعافيهم من تجار الحروب وزيادة الدعوة للمانحين للاستثمارات في حماية الأطفال وغيرها وإلاءهم الرعاية والاهتمام اللازم كل تلك النداءات كنا نجد في السابق تفاعلا جيدا معها إلا أننا للأسف عندما عشنا الواقع فعليا ووجدنا أن كل تلك الأمور التي تدربنا عليها هذه السنوات كانت تكالب مكيالين وجدنا ذواجية واضحة وجدنا مفارقات عجيبة إذ أن الطرف غضة تماما عن ما حدث لأطفالنا في اليمن ولعشر سنوات لم نجد من يتحدث معنا لم نجد من يقف معنا لأن الطرف الآخر أو لأن الدول تحالف العدوان تمتلك بعضا من المال المدنس لدماء أطفالنا صدمنا مرة أخرى بأن هذه المنظمات التي كانت تدعي الإنسانية وتدعي أنها تعمل في سبيل رفاه الأطفال وحمايتهم وحمايتهم سواء في الأوضاع العادية أو في أوضاع النزاعات صدمنا أيضا أنهم غضوا الطرف بل وساروا خلف الرواية الأمريكية والصهيونية التي تدعي اليوم أنه لم يحدث أي جريمة تجاه الأطفال في غزة وكأن المشاهد والصور التي تعرض يوما بعد يوم إنما هي مقاطع تمثيلية أو شيء من هذا القديم نعم يجب أن تكون هناك خطوات واضحة يجب أن تتخذ الدول خطوات واضحة لحماية أطفالها وأن ترسم في سياسات وأن تترجم في خطط وبرامج نستطيع تنفيذها لكن وهنا أعقب على كلام الأخ عبدالصلاح الذي قال أن ما المستقبل أقول أننا في اليمن وبفضل الله تمكننا بفضل الله علينا بفقاتنا بالله باعتمادنا عليه بفقاتنا بمظلوميتنا أن نقدم أروع تجربة للحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب والنزاعات استطعنا أولا ببذل الرجال للرجال لأرواحهم الطاهرة في جبهات الكرامة أن يحموا مستقبل هذا البلد وأن يحموا مستقبل أطفاله كما تمكننا أيضا من خلال برامج الاجتماعية التي انتشرت وباتت ذات أثر واضح ملموس داخل المجتمع اليمني استطعنا أيضا أن نقدم لأطفالنا الحماية ولو بالحد الأدنى نعم لا نقول أنها قد وصلت إلى الحد الذي نرغب فيه أو الذي نأمر إليه لكنها بالحد الأدنى تمكنت من الحفاظ على النسيج الاجتماعي اليمني الذي لو كان تمزق لحتجنا أكثر من مئتي عام لإعادته التداعيات كبيرة نعم الآثار كارثية نعم لكن هذا لا يمنعنا من أن نشيد بأدوار كل الجهات التي تعنى بالطفولة فالتعليم وإن كان قد تعرض لكل هذه الكبارث التي تعرض لها إلا أنه لا يزال قائمة الصحة نفس الشيء على الرغم من تعرض أكثر من 50% من المراكز المقدمة للخدمات الصحية أو الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال للاستهداف المباشر إلا أنها لا زالت تقوم ولو بالحد الأدنى من هذه الخدمات فأطفالنا بفضل الله بثقافة آبائهم بالتربية التي يفترض أن ينشأوا عليها هم في أمان يحتاج منا فقط أن نترجم هذا الأمان الذي نبدل في سبيله أرواحنا يحتاج منا أن نترجمه في خطط وبرامج عملية أنا أتأمل كثيراً أن يخرج بها مؤتمركم هذا وأعتذر إن كنت قد أضلت لكن أتمنى لكم ولمؤتمركم كل التوفيق أشكر مرة أخرى لرئاسة المؤتمر ومجامعة إب ولضيوفكم الأكارم الحاضرين معكم عن طريق الأزوم والسلام عليكم ورحمة الله بكراً جزيلاً أستاذ أخلاق عبد الرحمن الشامية من عمل مجلسة العلاء للأمم والتطولة على هذه الكلمة وعلى هذا الإيضاح المتميز لواقع الأطفال وما هو دور المناطب المنظمات والمؤسسات الحكومية والدولية تجاه الأطفال في ظل الورف الصعبة وتنى الطوارئ وخاصة ما يعاني أطفال فلسطين هذه الأيام لهاكم الشكر منا جميعاً من رئاسة المؤتمر ومن رئاسة جامعة إب الآن ننتقل إلى كلمة منظمة اليونسيف ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بحماية الأطفال وفق الاتفاقات والمؤثقة الدولية تتفضل معنا الأستاذ أديبا زليل المؤثلة اليونسيف مشهورة المؤثلة اليونسيف من رئاسة المؤثرة الأستاذ أكبر المؤثرة اليونسيف من رئاسة المؤثرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بداية كلامي أرحب بالحاضرين جميعا كلا باسمه وطبطه وبالنيابة عن قسم حماية الأطفال في اليونسف أود أن أعبر عن تقديري وامتناني أن أشارك في هذه الفعالية المهمة بقيادة جامعة أب ممثلة بالدكتور نصر الحجيلي وبمشاركة الجامعات العربية كميرا الأبيض وجامعة المنازي وأيضا المركز العربي الديمقراطي ألمانيا وبمشاركة أهم الشخصيات الامتبائية التي تمثل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة مثل المجد الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة شخص الإنسان وغيرهم تعترف اليونسف الأهمية في الدور الذي تقدمه الجامعة في بناء قدرات الانفصائيين الاجتماعيين والعملين النفسيين الذين يقدمون دور لا يمكن إنكاره في مجال حماية الاجتماعية ومجال حماية الأطفال وتعتد بالشراكة الكتراتيجية مع الوزارات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المجد الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة حبوب الاجتماعي ووزارة العادل ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة المنظمات الهكومية وغير الحكومية وتهتمت بالتمرار مثل هذه الشراكة والتعاون من أجل أن نعمل يد بيد من أجل حماية الأطفال في اليمن لا أريد أن أهضر عليكم ولكن أعبرت عن شكري ومثناني ويشارك في هذه الفاعلة شكرا لكم شكرا جزيلا أستاذ أديلا على هذه الكلمة المتضبة وعلى حضورك المتميز في هذا المؤتمر ولإسهامك الفاعل في تفعيل وتنشيط كثير من برامج حماية الطفولة على نستوى المحافظة إجمالا فلكي مننا ومن جامعة بكل الشكر والتقدير والاحترام ننتقل الآن إلى كلمة دكتور مصر رئيسة جامعة إب الأستاذ الدكتور مصر محمد الحجيلي يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفلاحي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية فليت برضها المشكورة سهل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم المركز العربي الديمقراطي ومنظفات اليونسيف والمؤسسات ذات الصلاة وكل باسمه وبرسمه نرحب بهم جميعاً ونتمنى أن يعيشوا لحظات علمية متميزة عند سماع إلقاء أوراق العلمية التي تقسد مضمون ودلالة ومحتوى المؤتمر العلمي الخاص بالطفولة في أثناء الحرب والكل يعرف جميعاً بأن مشكلة الطفولة في اليمن والعالم العربي الإسلامي المعاصر مشكلة مضاعفة بسبب طويلات الحروب والصراعات الدموية المسلحة في الأقطار العربية الشقيقة وبلادنا على وجه الخصوص وبالتالي لا بد أن هناك انحكاسات سلبية على الطفولة وعلى المجتمع القادم بصفة خاصة وعلى المجتمع الحالي بصفة عامة لا بد من أن تقف الأقلام والرؤول العلمية لتشرع كتاباتها فيما يتعلق بالمعالجات في المخاطر التي تقع فيها الطفولة في هذه الأثناء وفي مراحل النزاعات المسلحة نتمنى للجميع التوفيق والحضور اللازم ونتمنى أن يستمتع الجميع بما سيقدم من أوراق علمية من كافة الجهات المختلفة المنطمة والمشاركة في أحمال المؤتمر ومرة أخرى أرحم بالجميع والسلام عليكم شكراً لأستاذ الدكتور أضل الفلاحي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على كلمته الواصفة لواقع الطفولة وما يتطلبه هذا الواقع من معالجات وتدخلات لازمة وخاصة في أثناء الطوارئ والحروب ننتقل إلى كلمة معالي الأستاذ علي حسين الديلمي وزير حقوق الإنسان صنعاء هل معالي الوزير معانا في الاتصال؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي القناة هاي يجيبين معرك ذا حين قلت قلت اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهري بداية أنا أتمنى النجاح الكبير والكثير وأيضا المؤتمر الدولي العلمي الخاص بالحماية الاجتماعي للأطفال أثناء الظروب وأتمنى أيضا أن تكون المخرجات قوية وخاصة أن موضوع الأطفال هو من أخضر المواضيع وللأسهر الشديد فإن هناك يعني العديد من الملاحظات والعديد من التساؤلات حول موضوع الآليات الوطنية والآليات الدولية في هذا الموضوع ونحن نشعر جميعا بالتقصير بهذا الملف وإن كانت هناك جهود كبيرة هذا الجهود يعني لها الأثر الكبير إن شاء الله أنا سأحاول أن أركز على بعض المواضيع الخاصة باليمن نحن تعرفون أننا تعرضنا باليمن إلى عدوان تسع سنوات وهناك مجازر وهناك استهداف مباشر واستهداف غير مباشر الضحايا أكثر من مليون وخمسمائة ألف للضحايا المباشر والغير مباشر أغلبهم من الأطفال والنساء منهم من قتل وجرح في شكل مباشر ومتعمد ومنهم من توفي شراء تدهور القضاعات ومعاني يجب أن يكون عالي بحث كدمية التي تم استهدافها المراكز الصحية ومراكز الأمومة المدارس والأشخاص بريئة الإعاقة ومخيمات النازحين واللاجئين ونها تسع سنوات في هذا التسع السنوات لم يبالي أحد بما يحدث في اليمن وما يتعرض له المدنيين وبالأخص الفئات الأضعف وهم النساء والأطفال لدينا إشكال أوليات كثيرة في هذا الملف وأنا لا أجب على بعض العناوين منها ما يخص موضوع دور الأمم المتحدة الأمم المتحدة كانت أعلنت عن قائمة سمت تحالف العدوان فيها لكننا وضعت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السابق بانكيمون والذي قال أن هناك بغضات كبيرة عليها تفاجأنا بإخراج السعودية وتحالفها من قائمة العار والإتعاب أنهم منتقلوا من ألف إلى باو وأنهم يقومون بإجراءات جيدة تجاه الأطفال والذي حدث وأنه مباشرة في اليوم التالي كان هناك استهداف للأطفال وبخاصة كان في اليوم الثاني كان في أبل وكان في الجوف وكان أيضا في حجة وكان هذا الاستهداف وفي صعدة وكان هذا الاستهداف هو رسالة للأمم المتحدة كما حصلت رسالة أيضا كما لاحظتم كان هناك قرار لمحكمة العدل الدولية بإلزام الكيان الصهيوني بإيقاف العدوان على رفع وعلى غزة وشاهدتم بالأمس في الليل أو الأمس الليل المجازر الرهيبة والمزرة الرهيبة لساكنين على الصفائح وعلى الكراتين وعلى الحشب والذين يموتون جوع والذين هاربوا من معاناة شديدة كيف استهدفوهم ذاك الاستهداف الآثم والغاشم وهذا أيضا هي رسالة للأمم المتحدة والرسائل الكثيرة مما نتعرض له ومما نعتبره أننا فعلا بحاجة إلى أن نراجع مبدأ الحماية ونرى هل فعلا هناك نجاح وهناك تلمبس لإيجابيات أم أن الموضوع في تراجع وهناك إخفاقات وأن الجانب الإنساني يتراجع للجانب السياسي وهذه المواضيع يجب أن نناقشها بشكل دقيق اليمن صادقت على أكثر من 64 اتفاقية معظمها تشير إلى حماية الأطفال ومنها أيضا اتفاقيات الجينية في الأربع ومع ذلك لم يتم للأمر شيء أيضا موضوع القنابل العنقودية ومخلفات الحرب واستخدامهم للكثير من ما هو موجود في اليمن للأسف الشديد رغم أننا أيضا موقعين على اتفاقيات ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء إلا أنه أيضا يتم تجاول هذا الموضوع ونلاحظ أن للأسف يعني هناك اهتمامات ببعض القضايا قد يكون من المناسب أن نهتم بها في ظل السلام أما في ظل العدوان والحرب والحصار والمجاعة والأوضاع الغير إنسانية فأعتقد أنه ليس واتهاء وهناك للأسف المقوضية السامية وبعض المنظمات الدولية تهتم ببعض المواضيع التي يعني غير مناسبة وليس لها أولوية في واقعنا الحالي وقد كنا نبهناهم أكثر من مرة إلى هذه المواضيع لكن للأسف الشديد بأنهم مهتمون بتلك مع أن الأولويات في اليمن هي أولويات الحماية وأولويات يعني هؤلاء الأطفال على وسط الخصوص أيضا تصريف الأمم المتحدة بأن الحرب في اليمن داخلية طيب إذا هي الحرب داخلية ما بتفعل أكثر من 17 دولة يعني ما بتعمل في اليمن ما بتعمل الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية في المناطق المحتلة إذا هي حربة فهناك نوع من الاستغفال ماذا يعمل الناطق الرسمي للمملكة العربية السعودية الناطق العسكري والذي كان يقوم بعقد مؤتمرات صحفية هذا الصواريخ وهذه القنابلة العنقودية وهذه الأسلحة المحرمة التي يعني سالت على اليمن من أين جاءت من من الذي قذف فيها وهناك أترافات واضحة لدينا أطفال وهذا ربما الأخوة في الدولة العربية لا يعلمونها كان لدينا أطفال في العضلة الصيفية ذاهبون إلى رحلة أخذوا أضيب الأكل لبسوا أضيب الملابس بدأوا يعني يغنون وينشدون أجمل الأناشيد والأغاني وهم فوق الباس وأثناء ما كانوا داخل سوق يعني تخيلوا المسألة بسوق وداخل باس ومنتظرين أن يتحركوا ليعملوا رحلة ليتغير الأجواء من أجواء القنابل والحرب إلى آخره فتصيبهم الصاروخ ويرديهم جميعا يعني مفهمين وشهداء وقتلاء وجرحاء بعضهم يعني بعض أجزاء أجزاء كانت في مسافات كبيرة وبعضهم تناثرت وإلى الآن لا يزال لدينا أكثر من سبع حالات لا نعرف بالضبط منهم وأهاليهم مصرون على أن يعرفوا من هؤلاء على أساس يتمدبنهم ولا يزالون في التلاجات إلى يومنا هذا هذا أطفال ضحيان إلى اليوم لم تقم الأمم المتحدة ولا غيرها بعمل أي شيء يعني القصص والقضايا كثيرة لا أريد أن أسردها لا أريد أن أسرد يعني الطفلة التي كانت في نهن والتي كانت تحمل شنطة اليونسف خرجت من البيت جائعة تبحث عن نقمة لأجل أن تفطر ومع ذلك آثرت أن تذهب إلى المدرسة وأن تتركى التعليم فيفاجئها يعني أيضا صاروخ ويرديها قتيلة بزيئها المدرسي وبشنطتها التي تحمل يعني شعار اليونسف الأمم المتحدة للأسف الشديد الكثير من ما تعتقد أنها معالجات مثل إخراج العدوان من قائمة العار مثل تصريف الحرب أنها حرب داخلية كلها تعضي الآخرين وضعية تلك الوضعية تجعلهم يستهدفوننا بالشكل الكبير جدا اليمن وضعت دواعب ومبادئ لحماية الأطفال وشكلنا لجنة هذا اللجنة الآن تشتغل ومعظم العزاء والعزيزات هم يعني في هذه اللجنة وفي كل المراحل ومنها النزاع المسلح غير الدولي أما بالنسبة للنزاع الدولي في اليمن فاليمن حتى الآن لم تقدم في استهداف أي منطقة يتواجد فيها أطفال فلقد تمنا نماذج يعني رائعة كان لدينا يعني أطفال تم تجنيدهم كمرتزقة وكان أكثرهم من أفريقيا وتم تجنيدهم ومع ذلك قمنا برعايتهم مع الشؤون الاجتماعية وتم الاعتناء بهم بشكل كبير جدا وتم إطلاق صراحهم من دون موضوع التبادل الأسرى وتعاملنا مع الموضوع تعامل الإنساني كانت التبعة الأولى كانت سبعة ثمانية وسبعين تقريبا والتبعة الأخرى هي يعني أكثر منها بقليل الآليات الوطنية في اليمن تحتاج فعلا إلى أن نطورها أكثر وأكثر لكن في ظل العدوان وفي ظل الحصار وفي ظل أيضا التراوح للمنظمات الإنسانية التي تارثا تضغط لأجل أجندات سياسية وتارثا تضغط لأجل أولويات ليست من أولوياتنا وإنما من أولوياتهم فضل حين شعرنا وكأننا في دولة غير إسلامية يعني أنا لا أريد أن أدخل حتى في بعض ما طرح لنا من مطالب للأسف الشديد تتعارض مع ديننا وقد نبهناهم أكثر من مرة لكن يبدو أن هناك يعني نوع من الهمجية موضوع الأطفال هناك 12 مليون طفل 12 مليون طفل بحسب تقارير الأممية بحاجة إلى الرعاية النفسية هناك أربعة مليون طفل إلى الآن محرومين من التعليم هناك أرقام خلكية وخيالية بما يخص الأطفال لكن للأسف الشديد كما قلت لكم لا أحد يعني يتفاعل أيضا الأمم المتحدة تتنصل من مشاركة حكومة صمعاء وحكومة الإنقاذ للحضور في المحافلة الدولية لأنها لا تريد أن يعرف العالم ما الذي يحدث في اليمن وما هي الآثار وما هي الترتبات وما هي الجرائم وما هي النتائج ولهذا تذهب إلى أقرب فندق في القاهرة أو أقرب فندق في الرياض أو أقرب فندق في عمان وتأخذ منهم مجموعة وتقول هؤلاء هم ممثلي الجمهورية اليمنية وتصرف الآلاف من أموال الشعب اليمني ليذهب أولئك وكأنهم في نزهة للتحدث عن اليمن وما يحدث في اليمن موضوع الجانب الاجتماعي هو موضوع مهم جدا ولهذا تم تشكيل الحكومة شكلت مكافحة الفاق أيضا لدينا في وزارة حق الإنسان اللجنة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر لدينا أيضا جهات كثيرة تشتغل في الكثير من الجانب الاجتماعي وأقول أختم كلامي بأن ما يحدث في فلسطين والعالم كله يشاهده ويوثقه ومع ذلك نجد أن المجتمع الدولي يقوم بالحماية استمعنا إلى تصريح للمفوضية الأوروبية وهم يضالبون الكيان السهوني بعدم تهديد المحكمة الجنائية الدولية مع أن هذا أيضا ضمن النظام روما يعتبر أيضا جريمة ومع ذلك لم نرى أحدا يصرخ أو يرفع صوته وإن وجدنا بشوت مهذب ومصطلحات مهذبة وأخراق مهذبة تجاههم نتمنى أن نقرأ أيضا الفاتحة نقوم دقيقة لقراءة الفاتحة للشهداء من الأطفال في اليمن وفي فلسطين وفي أنحاء العالم وشكرا لكم لا لا أحكي لها أن المنظر غريب شكرا جزيلا مع علي الأستاذ علي حسين الديلمي وزير حقوق الإنسان على كلمتي التوضيحية والتفصيلية والتي تناول بها مجمل قضايا الأطفال وتناول تلك القضايا من المنظور الدولي والمنظور الإنساني والضماط والمؤسسات الدولية المناطة بإدارة وتفعيل حماية حقوق الطفل وأيضا ما لامسته اليمن من إهمال لقضايا طفولتها التي عانت كثيرا من ويلات الحرب والعدوان المستمر التي أثرت على كثير من حياتهم المعيشية وأيضا التعليمية وهددت في كثير من حياتهم وأثرت على كثير في انتشار كثير من الإعاقات بين صفوف الأطفال وإلى جانب بقية فئات المجتمع شكرا له كثيرا على تلك الكلمة الأكثر من جيدة ولرعاية أيضا لهذا المؤتمر وأنا نحب أن ننوه أن المؤتمر له ثلاث جلسات علمية أخرى الجلسة العلمية الأولى يترأسها الأستاذ الدكتور عبدالكريم أبدالله محمد الفلاحي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ومقرر الجلسة الأستاذ الدكتور طاهر سيف نائب عميد كلية الآداب وننتقل إلى إدارة الجلسات مشكورين الجلسة الثانية يكون نظرا لتعذر حضور الأستاذ الدكتور أحمد أبو الحوم نائب رئيس الجامعة للشؤون الطالبة لتعرضي لوعكة صحية سيدير الجلسة الأستاذ الدكتور علي بركات نائب عميد كلية الآداب وسيليها الجلسة العلمية الثالثة برئاسة الأستاذ الدكتور فراد عبدالرحمن حسان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأستاذ العلمية والبحث العلمي ومقرر اللجنة الأستاذ الدكتور علي السيمحي نائب عميد كلية الآداب بجامعة إب فشكرا للجميع ونعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية والانتقال إلى الجلسة العلمية الأولى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 رب اشهر دكتور مساعد خير كيفك يا دكتور بس تخبر المدينة جيدسي انو انا هلق وقتي فاخدت لي بربع ساعة بريك فابضي قطر ارجع عالعمل. يا دكتور اشهر اشتركوا في القناة دكتور عبد الله المايك مغلق المايك مغلق يا دكتور فاضل افتح المايك للدكتور طيب نعم تسمعونا تسمعونا نعم طيب تفضلي تفضلي بالحليف وطبعا بعيد خمس دقاق مع الشكر لك تفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة عافية اول شي انا دكتور رانيم جوابر من الاردن سررت بكوني معاكم بمؤتمر الحماية الاجتماعية وبتشكر كمان دكتور فاضل الحضرامي انه اعطاني فرصة للمشاركة وقبول البحث دقيقة بس خليني اعمل شير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس دقاق المترجم للقناة واضح واضح هلأ أول شيء كلنا بنشهد هلأ حاليا منطقة الشرق الأوسط يعني خلينا نحكي الشيء يلي أكتر شيء هلأ يعني بيستدمي قلوبنا الحرب على غزة وما فيها من انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحقوق الأطفال ويمكن لو قد ما إحنا حكينا ما رح الشيء يعني يتلمسوا أي شخص أكتر من الشخص اللي خلينا نحكي أنا من أصول فلسطينية فشيء اللي بنشوفه يومي اللي بعانوا منه أقاربنا وبعانوا منه أهلنا بفلسطين شيء يدمي القلب فعلا انتهاك للحقوق حقوق الأطفال وانتهاك للإنسانية إبادة جماعية إبادة للطفولة لحقوق الإنسان خلينا نحكي إذا نحكي بشكل عام طبعا إذا نحكي بشكل عام هناك أكثر من واحد وستين مليون طفل وطفلة بيعيشوا في بلدان متضررة أنا ما بحكي عن فلسطين بس أنا بحكي عن بلدان منطقة الشرق الأوسط يعني حوالي واحد وستين مليون طفل وطفلة بيعيشوا في وضع مزري جدا بسبب الحروب حول العالم يعني خلينا نحكي إنه أكتر من طلت الأطفال في منطقة الشرق الأوسط بتضرروا من النزاعات والعنف المتواصل عليهم يعني كل طفل واحد من بين كل طلت أطفال بيعاني من هذا الوضع الصعب فما بالك باللي نحنا منشوفه قاعدين بفلسطين يصدروا مستمر لعدة شهور دون وقف للعدوان والمأساة اللي بعانيها هؤلاء الأطفال حول العالم من انتشار للعنف من حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة حرمانهم من التعليم هدم منازلهم الأثار النفسية خلينا نحكي اللي بتخليفها الحرب هي خلينا بتترك يعني بتترك زي الشرخ خصوصي لما يكون طفل عمره أقل من عشر سنوات مثلا تترك شرخ أكثر من الإيذاء الجسدي والعنف اللي إنه بتعرضوا له هلأ بحثي كان عن الحروب خلينا نحكي باختصار لأنه ما يعني مش البحث كله رح أعرضه هو بس البروبوزل عنوان المشكلة والأهداف والأهمية نتائج توصيات عنوان مدخل في كانت الحروب المدمرة في انتهاك حقوق الأطفال حول العالم طبعاً النزاعات العسكرية هي سبب رئيسي لبقاء السكان المدنيين في حالة من الاستضعف وبتشكل ضغط متزايد وخطر مضاعف على الأطفال أكيد على الأطفال نظراً ليه خلينا نحكي قسورهم ضعف بنيتهم الجسدية صغر أعمارهم يعاني الأطفال في كاف الدول العالم مش بس بالشرق الأوسط لأن أنا أخذت الكيس في فلسطين واللي بصير هلأ في غزة بعاني الأطفال حول العالم من أخطار عديدة بسبب الحروب كالموت والتيتم والإصابة بالجروح الانفصال عن الأسرة الفقدان الأمان الاجتماعي فقدان الأمان النفسي هاي كلها بتترك أثار طويلة طويلة الأمد إذا ما تعالجت جسدياً ونفسياً وبسبب صدمة مع مرور الأيام صعب علاجها لما أنا أحكي عن طفل نشأ على صوت المدافع أو نشأ مثلاً على حروب حروب وتشريد ودمار هدفت طبعاً انتراستي إلى التعرف على دور الحروب المدمرة في انتهاك حقوق الأطفال الكافة وتعرف أنا تناولت الأثار الاجتماعية والنفسية وكمان الاقتصادية لأنه أريدي لما تدمر الأسرة الأسرة عبارة عن كيان اقتصادي صغير جداً يعني هي مؤسسة اقتصادية صغيرة فلما أنا أدمر أسرة ويصير فيها تشريد والتياتهم وينفقد الأب أنا هنا شردت غير نحكي أطفال وأسرة من أسرة لأسرة لأسرة شردت شعب كامل فأنا تناولت هنا في دراستي إلى التعرف على انتهاك حقوق الأثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لانتهاك حقوق الأطفال حول العالم طبعاً مشكلة الدراسة فشل العالم أكيد في حماية الأطفال والدليل اللي قديم ما نشوفه شو مصير بفلسطين من عنف الانتهاكات مستمرة مستقبل الأطفال ضائع معرض للخطر فهي مشكلة الدراسة باستيصار السؤال الرئيسي اللي انبثق عن هاي المشكلة إنه ما هي الأتار الاجتماعية والنفسية اللي خلفتها الفروب على انتهاك حقوق الأطفال في العالم أو في الشرف الأوسط فإحنا أصلاً إذا من نيج نعمل دراسات اجتماعية ونفسية للأطفال لحالهم اللي تعرضوا للعنف في فلسطين إنها ميزانية كتير كبيرة يعني الحرب قد ما كانت مدمرة اقتصادياً هي مدمرة اجتماعياً ونفسياً على الأطفال مش سامعة دكتور ممكن تدخل في إجراءة الدراسة علشان الوقت آآ آآ اوكي دكتور طبعاً استخدمت أنا المنهج الوصفي في دراستي نيجي لنا التائج بالآخر الأطفال طبعاً إحنا أخذناهم كأكثر معاناة من غيرها بسبب الحروب بتعرض الأطفال العديد من أثار النفسية والاجتماعية نتيجة الحروب المدمرة بتعمل الحروب على تغيير مجرى حياة الأطفال للأباد طبعاً إذا ما تعالجوا منها نفسياً واجتماعياً بتعمل الحروب على تدمير الحياة الإنسانية بشكل عام وتعيق التنمية المستدامة والسلام وتعزيز السلام والعدالة من أهم التحديات واجهها العالم لحماية الأطفال ومن خلينا نحكي التوصيات في اختصار ضرورة دعم الطفل نفسياً أثناء الحرب وتقديم المساعدة له وتجديد عن المؤسسات تبتعنى بالصحة النفسية للأطفال ووضع برامج ملائمة لمساعدتهم وتخطيهم هاي الحروب وجوب الاهتمام المتكرر من المدرسين والمدارس ما يمر به الطالب وتكثيف عمل مراكز البحوط المتخصصة بقضايا الأطفال وصدمة نفسية ولجوء إلى عمل اتفاقيات ومفاوضات لحماية الأطفال من شتى أثار العنف يعطيكم العافية أنا هيك بكون أنهيت مداخلتي رانيم جوابر من الأردن شكرا جزيلا دكتور رانيم إزياد جوابنا من قدرة المفرق في محافظة المفرق من المملكة الأمدنية الهاشمية شكرا على ورقتك القيمة شكرا دكتور يعطيك العافية نعود إلى ورقة تداعيات انتجار ظاهر التقليد للأطفال في النزاعات المسلحة معنا متحدثتان الأستاذة الدكتورة بحاعد المحمود والأستاذة الدكتورة مهاعد المحمود أظن هما أختاني معا فلهم الشكر والتقدير على المساهمة ونتمنى أن يلتزم بالوقت أو تتحدث أحدهما بالولقة نيابة عن المتحدثتين صوت واضح دكتورة ضحار نعم دكتور واضح الصوت واضح الصوت بس شوية في الصدا لا أدري إذا لديك أشياء مفتوحة الآن واضح الصوت أي واضح الصوت بس الصورة الكاميرا بها خلل الكاميرا بها خلل تفضلي تحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعالي وصحبه والسلام نشكر القائمين على إدارة وتنظيم مؤتمر الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب كما نشكر جميع الحضور من الأساكدة والعلماء وأشكر لإدارة المؤتمر الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الفلاحي والمقرر أستاذ الدكتور طاهر سي معكم الدكتورة ضحى عادل في اختصاص عن نفس التربوي مناصفة مع الدكتورة مها في تقديم بحث الذي عنوانه فداعيات انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة يعني تعتبر طفولة من بين الشرائح العمرية الأكثر استهدافاً من قبل التكنولوجيا الإعلام والعولمة وذلك من حيث أنها تسعى لفرض نموذج ثقافي على أساس أنه كوني وسائلها في ذلك هي اختراق ثقافي أصبح يعتمد على الثقافة الإلكترونية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصال وفي خضام ذلك بدأ يتقلص بالتدريج دور الثقافة الأسرية والمدرسية بسبب غزو الوسائل التكنولوجيا الإعلامية في البيوت والمدارس وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بقضايا الطفل إلا أن هناك نسبة عالية من هؤلاء الأطفال يعيشون في ضد ظروف صعبة ويتعربون للحرمان والعديد من الأوضاع المستغلة داخل المجتمع ستتحكم وسائل التواصل الاجتماعي في مدركات الناس ويحدد أذواءهم وذلك من خلال مسج الواقع الفعلي بالواقع الافتراضي من جراء استخدام تقنيات الحاسوب وإذا كان يشوش على إدراك الراشدين للحقاعة كما هي فما بالأطفال الذين يتميزون بنوع من التلقائية والبراءة في ظل غياب تام لأي قانون يحمي حقوق الأطفال المشاهدين إن مشاهدة أفلام العنف الحقيقية أما الخيالية من قبل الأطفال زادة من ظاهرة العنف الحي والفعلي الذي يبث على وسائل التواصل جميعاً وتعرف الضحية على أنها كل ما أصابهم شراً أو أذى نتيجة الخطأ أو عدوان أو حدث والضحايا أنواع تختلف باختلاف الجرائم ليرتاكبها المجرمون فهناك ضحايا القتل ضحايا القتل العمد والقتل الخطأ وضحايا الإيذاء ضحايا السرقاء ضحايا النصب الاغتصاب الإدمان والعنف من الأطفال وضحايا الحروب والنزاعات السياسية والنزاعات المسلحة حتى ولو كانت تتعارض مع إخلاقيات هذه الحضارات فإذا نظرنا إلى التاريخ المعاصر بدءاً من الحرب العالمية الأولى نرى أن السوفياتيات اضطروا إلى تجنيد الأطفال كما إنشأ الحرب النازي منظمة تتولى تدريب الأطفال جسدياً وعقائدياً على القتال أما في حرب فيتنام فقد حمل الأطفال الفتياني حملوهم السلاح ضد الجيش الأمريكي وقدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أحد إصداراتها عدد الأطفال دون سنة 18 سنة المتورطين في نزاعات في أكثر من 30 دولة في جميع القارات بحوالي 300 ألف جندي موجودة في القارات العام أهداف البحث يهدف البحث الحالي إلى تفعيل قانون منع العنف ضد الأطفال في الإطار القانوني والدولي ثنياً دور البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في الحدم الضائرة التجنيد الأطفال ثلاثة زيادة زيادة جودة الإداء المهني للأخصاء الاجتماعي في ضوء الالتزام بأساليب وتكنيكات العمل مع جماعات الأطفال ضحايا نزاعات السياسية حدود البحث يتحدد من الأطفال من أربع سنوات إلى أسباطعة سنة من المتسولين منهجية البحث هو منهجين منهج الوصفي والمنهج التحليلي دورة ضحا نعم تكررني تدخلي إلى مجنوعة العينة الدراسة وأدوات التحليق وثم النتائج أفضل نستفيد نعم ذكرت عينة الدراسة من أربع سنوات إلى أسباطعة سنة من المتسولين والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي أما النتائج موجود بالعراق أهم النتائج يتوصل إليها البحث أن أكثر الأطفال المجندين هم من المتسولين أو المتسربين والهاربين من المدارس والأميين أثنين أن ظاهرة تجنيد الأطفال ازدادت بعد سن قانون البروتوكول الأختياري الأمريكي ثلاثة أكثر عدد من الأطفال المجندين موجود لدى الجماعات الخارجة عن القانون أربع أن التسول ساعد على انتشار كثير من الجرائم كالإدمان المخدرات السرقات القتل عمليات إرهابية وغيرها من المشاكل الاستنتاجات أن تربية الطفل على أسلوب القتل والعنف يؤدي إلى غرس مبادئ لقيم متوحشة تشبه نظام الغاب خصوصا في السن المبكرة من العمر في منطقة اللاوعي لدى الأطفال أهم التوصيات تعديل نص قانون البروتوكول الأختياري وتحديد سن المجندين من عمر 18 سنة فما فوق يرتبط الأمن والاستقرار بالتنمية على الوالدين مراقبة أطفالهم تنمية رأسمان البشري تهيئة بيئة لموارسة النشاط الاقتصادي تشريع قوانين اقتصادية تطوير القوانين توفير التوعية اللازمة لمناخ صحي إجراءات حجر المتسورين وجمعهم وتثقيفهم من خلال المحاضرات تكون ضمن برنامج عمل متكامل إيجاد فرص عمل لطلبة وتلامذة المدارس في العطلة السيفية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الحد من ظاهرة التسرب من التعليم بوصفها تساهم في ارتياد هؤلاء المتسربون إلى الشوارع وتزويد المتسورين من الفقراء من ذو الاحتياجات الخاصة براتب شهر دائم وآخيرا تزويد المتسورين من الفقراء بسيارات بسيطة متحركة متنقلة يعتشوا عليهم وشكرا جزيلا شكرا جزيلا للدكتورة بوحاء وكريمتها الدكتور ساب الدكتورة مهاء على ورقتهم القيمة والتي تفضلت الدكتورة بوحاء بإلقائها والحقيقة استمتعت بالإلقاء وبالورقة وبصاحبتها وذكرتني بجامعة مغداد في كلية التربية على ما أظن وهذا جعلني أعيش لحظات كأنني في سور ومنتجة جامعة بغداد في كلية التربية باب المعضر فبرحبا أهلا وسهلا بك وشكرا لكم على هذه الورقة القيمة وننتقل إلى ورقة أخرى بعنوان مشكلات الأطفال ومعاناة في زمن الحرب دراسة تحليلية لواقع الأطفال في اليمن ومعنا الدكتور أستاذ الدكتور فبد عبد الله المبيعي نائب عنيد كلية الآداب في جامعة عدن فليتفضل مجهورة ربيعي ربيعي برربيعي خلص دخلوا البيبع على طول يعني مرحبا دكتور مفتوح بس أين هو هنا ونشوفه بس أين طيب يا بش موجود الورقة لا تأثير الحد أذير الحر لك تريد أن يوميا خذنا نشوف اللي بيها ايه 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 طيب اين دكتورة هنا؟ لا فيش ايه دكتورة هنا مرحبا اهلا وسهلا دكتورة هنا معنا؟ معكم مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك بك اكتر انتظرون احنا الوريقة حضار عنوان الورقات طبعا نعم 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 خل الصوت واضح نعم 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 اقسام ورؤساء الجامعات ووزراء احييكم على هذه الفعاليات واتمنى ان تتكرر في القريب العاجل من اجل وضع حلول ونتائج وتوصية تفيد بلداننا الحبيبة اليمن ليبيا تونس الجزائر دولنا هذه هي دول واحدة دم واحد نحاول ان نساعد بعضنا البعض نعم ثلاثة لحظات حتى يفتح البرنامج البرنامج سليمان التبريزي معنا ورقة ثالثة تأثير الحروب على الأطفال تأثيرات الحروب على الأطفال لرساد سليمان التبريزي مسؤول المتابعة والتقييم مسؤول المتابعة والتقييم بهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية لرعاية فوق الطفل موجود؟ مرحباً بكم معكم سليمان التبريزي أغلقي هذه الورقة باسم هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الفكومية لرعاية فوق الطفل وبدايةً نشكر المنظمين لعقد هذا المؤتمر المنعقد في ظل العالم المعقد الذي تملأه الحروب والصرعات حيث يتعرض ملايين الأطفال في كثير مناطق العالم إلى تحديات كبيرة صوتي واضح؟ نعم إلى تحديات كبيرة وبكل أسف يواقفون الموت وخطر الإصابات القسدية والتهجير وفقدان الأحباء إضافة إلى الآثار النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية في ورقة العمل هذه سأتحدث عن مدخل عام حول الأثر الحروب على الأطفال بشكل عام أهم هذه العثار هي العثار الحرب القسدية على الأطفال والتي تصل إلى قتلهم وتشويهم وحرمانهم من الحق في الحياة وانتهاك قد يكون نتيجة لاستهداف الأطفال المباشر وقد يحدث القتل والتشويه من خلال الغارات القوية وتباوض الإطلاق النار أو بسبب الألغام الأرضية أو الدخائر العنقودية أو الهجزة المتفجرة أو غيرها من المتفجرات في سياق العملية الأسكرية وأثناء هدم المنازل هذه واحدة من الآثار الكبيرة على الأطفال وتأتي كمان في نفس الأهمية الآثار الحروب النفسية والمعنوية على الأطفال التي تصل إلى الإدام الأمان النفسي فإن الحروب أعثارها السهية على نفوس الأطفال والتي ترافقهم إذا تسهدين حياتهم حيث للأطفال مشاهد الدمار المنازل والبنية التحتية وأثارها كبيرة جداً على تسكم في أعماق أعماق أنفسهم هناك الكثير من الآثار منها العثار الحروب الاجتماعية والاقتصادية على الأطفال التي تهدد الحاضر والمستقبل أبرزها النزوح في منطقة السكن إلى منطقة أخرى وقد يكون يخصاح بذلك فقدان على العائل لعمله وقد يكون مصرطة في كثير من الأحيان تلك المدرسة والإخراط في سوق العمل أو دخول عالم تسول لقسف لقمة العيش ومن ضمن تلك الأثار أيضاً هي القيام والمعايير الاجتماعية المتصلة بالحق والخير والحلال والحرام أمام عيني الطفل عندما يشاهد أعمال قتل والاستهانة بالنفس البشرية كما أن الحروف أعثار كثيرة جداً تؤدي إلى فقدان المأوى وتشتك العائلات وقد يكون هناك أعثار نقص الرعاية الصحية والاجتماعية نتيجة لاستهداف المدارس والمشاستيات أثناء الحروب أحد أبرز إشكالية متأثرة للأطفال وهي ما يسبب في تدمير هذه المنشآت تدميراً كلياً أو جزئياً انعدام الأمن الغداعي هذه أيضاً من الآثار المدمرة للأطفال حيث يواجه الأطفال في الواضع المتأثرة بالحروب نقصاً في الموارد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي ويعانون من سوى التغذية وقد يواجهون خطر المقاعة والموت كمان من آثار الحروب المقيتة منها منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال وهو انتهاك إشمال الحرمان المتعمد من المساعدة الإنسانية الضروية لبقاء الأطفال على قيد الحياة أو عرقلتها عندنا وإشمال ذلك لعاقة المتعمدة لقدرة الجهات الفاعلة الإنسانية أو الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصراع على وصول الأطفال المتضررين ومساعدتهم في حالات الحروب الصراعية كمان هناك تهديدات الاستغلال والعنف التي يتعرض لها الأطفال في أثناء الحروب والصراعات ويتفعل أطفال ثمناً باهضاً جداً خلال الحرب قد يتعرضون للسجن والتشويه والقتل ويتخذ استغلال الأطفال أشكالاً متعددة مثل العمل القصري والتقنيد وإشراكهم في الحروب والنزاعات المسلحة سأدخل في المحورة الثانية من هذه الورقة إلى استعراض بسيط لتأثيرات عدوان دول التحايفة لأطفال اليمن وقد استعرض لصر عبدالصراح الحرازي منسق هيئة التنسيق جزءاً من هذه الآثار حيث ونتعت اليمن آلاف القتلى الأبرياء من الأطفال ضحايا القصف الجوي لدول تحايفة العدوان على اليمن الذي لم يفرق بين طفل أو كبير في ظل أوضاء معيشية صهبة ومعقدة عيشة أطفالنا ويفتقنون لأبسط الاحتياجات والمقاومات الإساسية للحياة في ظل إصرار دول التحايفة العدوان على اليمن الاستهداف البنية التحتية والتعليمية من بعض الإحصاءات حول هذه الآثار إلى اليمن فيما قال استهداف الأطفال القتل والإصابات هناك كما ذكر أستاذ عبدالصراح أكثر من ثمانية آلاف طفل ما بين قتيل وقريب وفي الواقع هناك عدد من الضحايا التي لاستشهدون الأطفال لم يتم رصدهم لعدم تسجيلهم في المراكز الصحية وقام أهالي أولاك الضحايا بذلك يمثلوا تسجيلهم حتى الإبلاغ عنهم فالعدد كبير تفوق ما هو مرسول وفق الإحصائيات في أن أكثر من ثمانين مولودة من حديثين ولذلك يتوفرون يوميا بسبب تدعيات استخدام الأسرع البحرمات كما أن هناك انتهاكات للحق في الصحة والحياة المأمونة في اليمن بسبب استهداف الكطاع الصحي من بداية الإثوان حيث تم تدوير أكثر من 469 منشاة من منشاعات المرافق الصحية وأثر ذلك سلباً على حياة الأم والأطفال الحديث للولادة وأدى ذلك الارتفاع كبير في معدلات وفيات الأمهات والأطفال حيث اتفع معدلات وفيات الأمهات عند الولادة إلى 156 لكل مئة ألف طبيعي العدوان إلى 500 طفال لكل مئة ألف ويومون 27 مولوداً من أصل ألف ولادة حية خلال تسنوات من العدوان بلغت حالة وفيات المواليد حوالي 270 ألف حالة وبالنسبة تصل إلى 6 مواليد كل ساعتين أيضاً الآثار الكادثية للحرب زيادة الأعداد المعاقين حيث كانت الأعداد المعاقين قبل الحرب ما يقارب إلى 3 مليون الآن ترتفع إلى 4 مليون ونص تقريباً نصر مليون يعني الزيادة كبيرة جداً في معدل النفس وبحسب بعض التقارير التي وردت في الأطفال الذين يقدعون إلى براكد عدد التأهيل البدني فإن الأطفال يحتاجون إلى خدمات الأطراف الصراعية وتقوير العظام نتيجة فقدهم بعض الأطراف أو تعرضهم لعصابات بالغة فيها من أيضاً من الآثار الكادثية التشوهات الأخلقية والأطفال الخدق حيث هناك تقريباً نسبة 3% خلال سنوات العدوان من الأطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية والأطفال الخدق ويعود سبب ارتفاع أعداد الأجنة المشوهة إلى القنابل والصواريخ البأحة خلال المحرمة دولية ومستخدمة في العدوان على اليمن ومنها القنابل الفسفورية والعنقودية وأكثرها بشاعة نيترونية التي استهدفت فجع الطان وما ذات أثارها ماثلة للعيال في الترباع والهواء وموالد هذه الأماكن الأمراض الأكثر فذكاً بالأطفال أيضاً الكوليرا كما استعرض أسر عبدالصلاح أرقام كارثية في هذا المقال الدفترية الحصبة يعني نقص المواد ونقص الحصار ونقص لعدم توفر الأدوية فإن هناك أعصار كارثية جداً يعاني منها الأطفال والنسبة كبيرة جداً نعم 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 حلص طبعاً أوكي تمام الآن بس في دقيقة واحدة بس أستعرض فقط ما قامت به هيئة التنسيق من عقد المدعم ومناصرة للأطفال ضحية العدوان حيث هناك جهود كبيرة بها هيئة التنسيق من خلال العمل على رصد وتوسق هذه القرائم وأصدرت هيئة تنسيق عشرة بيانات إدانة ضد هذه الأطفال القرائمية وعقدت الكثير من معتمرات لفضح القرائم العدوان وعدت الكثير من التقارير التي تم نشرها على المستوى الداخلي والخارقي أستعرض التوصيات أو كانت التوصيات موجودة عندكم في وطاقات العمل أهم التوصيات أستعرض أهم التوصيات مدعو المانحين والمنطلبات الاهلية والجاجة الهكومية المعنية بسرعة تقديم الخدمات الطبية والقانيون والدعم نفس الأطفال ضحية القصر القوية للتحالف العدوان على اليمن واستعابة في برامج لغاثة والطوارئ وتوفير بيئة حامية الأطفال بقي التوصيات موجودة لديكم شكراً جزيلاً لكم العفلة إطارة شكراً جزيلاً على شروبك وطرحك وورقتك العلمية القيمة والتي نتمنى أيضاً أن ترى توصياتها في جهات ذات العلاقة شكراً جزيلاً لكم رفا أخرى وننتقل هل أعرض الورقة الآن؟ هل أعرض الورقة الآن؟ هل أعرض الورقة الآن؟ تفضلي 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 أهلاً ولو أني كنت في الجلسة القادمة لكن نحن مستعدين لسماعك ألا أعتقد أن هذا دوري ولكن إذا كان ما زال وقت لا خلاص لا واصلي 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 تسلم يا رب تسلم تحياتي للجميع معكم أستاذ هنى عمر كازوز عدوى تدريس بجامعة الزيتونة دولة ليبيا شكراً على إتاحة هذه الفرصة الطيبة بين أخوتي وأخواتي سأعرض لكم موضوعي وهو عن استقرار الدولة وتأثيره في استقرار الدولة ودوره في حماية حقوق الأطفال في السلم والحرب نموذجاً لدولة السودان الحبيب هذه الدراسة طبعاً من ضمن الجغرافيا السياسية وهي تهتم هذه الجغرافيا بدراسة الدول وبمشاكلها سواء كانت هذه المشاكل بشرية أم طبيعية لحظات حتى تفتح الورقة طبعاً تطرقت في دراستي لي هل الصوت واضح؟ نعم 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 تطرقت في دراستي أو لحظات حتى تفتح الشريحة تطرقت في دراستي إلى تضيح هل أن تكون التوراة أو التوراة الظاهرة صحية مقبولة للجميع فلابد أن يتوافر لها في أي بقعة جغرافية ثلاث أركان أو عناصر مهمة اللي هو الركن الأول أن يكون لها عنوان رئيسي فكرة ومن ذلك العنوان تتفرع الجزائيات الثانوية والركن الثاني أن يكون لتلك الثورات فلاسفة ومنظرون يصيغون عنوانها بأسلوب ثلاث لكي يتسنى لعامة الثائرين أن يتقبلوها ويهضموها بالنسبة لي ويتبنون فكراً أيديولوجياً معيناً يستطيعون من خلاله إقناع الجماهير الثائرة أولاً ثم الفلاسفة والمنظرين ثانياً بتقبل الهدف من وراء تلك الثورات مشكلة الدراسة أقول هل حققت طورة الكنداكا أهدافها إلى أي مدى وصلت الأزمة السودانية هل كان لتأخير الانتخابات الرئاسية دور في نشوب الحرب الأهلية بين السودان هل العدم أو الدور أو للدور الاستقرار السياسي له طريقة إيجابية في حل حالة الأزمة الاقتصادية لدولة السودان وما دور الدولة في الحفاظ على حقوق الأطفال في السلم والحارب؟ هذه الإجابات سأتطرق لها في المباحث التالية وأوضح من خلالها عدة نقاط طبعاً هذه النقاط هي تمحورت في مجموعة من المباحث أولها عن لحظات أولها اللي هي أسباب التدخل الخارجي في السودان طبعاً بسبب النفط بسبب أن السودان يمشكل مورد هام للموارد الطبيعية غير البترول مثل الخام النحاس والذهب وخامات مع الدنيا أخرى ومياه النيل لأهميته الاستراتيجية تطرقت لمبحث آخر عن تأخر أو سبب الانتخابات والانقسامات الداخلية فهي بسبب لحدود الانقسامات بين أطيب الشعب السوداني حلم البعض بالانفصال وخيام دولة مسيحية مستقبلاً الأمر الذي سيشكل إحدى حلقات استكمال للحزام الأمني مع احترامي للجالية المسيحية ولكن السودان سودان سودان موحد لا شمال ولا جنوب طبعاً هناك تدخلات التي تسعى إليها الولايات المتحدة بالتعاون مع الكيان المشتت في تكوينه لتكوينه وسط القرى الأفريقية من جهة أخرى والضغط على مصر من ناحية الجنوب وتمكين القوى الغير عربية من دول وجمعت لضمان تقاسمها المزايا الاستراتيجية الكامنة في خطوط المواصلات والممارات البحرية والمجالات الجوية طبعاً فيه مبحث رابع وهو نتائج الحرب الأهلي وتأثيرها على حقوق الأطفال في السودان هذا هو المهم هذا هو المهم نعم هذا هو المهم ركيزي عليه على أساس الوقت نعم هذا ما أرد ذلك وهو أن التصعيد الأخير للنزاع في السودان وحقيقة أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الانتقال من المناطق التي كانت تعتبر في السابق أكثر أماناً هو بمثابة تذكير قاس باستمرار الخسائر التي تلحقها الحرب بالأطفال قالت ممثلة اليونسف في السودان أدراين لحسن الحظ ساهمت الجهود المناسقة في ضمان خروج هؤلاء الأطفال مرة أخرى من خط النار وقد أصبح المرور الآمن ممكناً بتعاون وتأسير طرفين نزاع من هذه الأطفال تحدث الحرب في السودان إلى أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم أجبر خلالها حوالي ثلاثة ونصف مليون طفل على الفران من منازلهم لأسف الشديد نتيجة للقتال لا يزال تأثير العنف المتصاعد أكثر من نصف ولاية السودان عشرة من أصل 18 ولاية تشهد الآن نزاعاً نشطاً يهدد حياته ومستقبل الأسر والأطفال مما يترك خدمات الصحة الأسية والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة الحماية مقطوعة مع بقاء العاملين في الخطوط الأمامية بدون أجر وإغلاق أيضاً العديد من المرافق وتضرورها وتدميرها نجي لي آخر النتائج وصلت نسبة الفقر في السودان مع بدأ الحركة الاحتجاجية بقوتها خاصة في عام 2013 إلى مستويات غير مسبوقة إلى حوالي 47% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر وهذا يؤثر بالدرجة الأولى على الأطفال تنين أن التأخر الانتخابات سببه حدوث هذه الانقسامات الثالثاً أن التصعيد الأخير للنزاع في السودان وحقيقة أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الانتقال من المناطق التي كانت تعتبر في السابق أكثر أماناً هو بمثابة تذكير قاس باستمرار الخسائر التي تلحقها الحرب بالأطفال أدت الحرب في السودان إلى أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم طالما استمر القتال فلن يكون أي طفل في السودان آمناً حقاً خاتمتي في هذه الدراسة عندما ثار الشعب السوداني ضد حكومته الفاشلة وأركان دولته التي انخرها الفساد الإداري والمالي وانتشار الرشوة بين أطياف الشعب داخل المؤسسات الحكومية والخاصة أعتقد أن انتهاء قواعد تلك الحكومة انتهى ولم يدرك تماماً أن الفكر الفاسد والعادات السيئة هي التي بقيت منتشرة بين عموم الشعب ومن هم انتهزوا فرصة الوصول إلى سدة الحكم هم من جعلوا السودان بؤرة للميليشيات المسلحة ناهيت عن أطمع عديد الدول المشاورة والخارجية في السودان وموارده التي لا تنظب وخصوصاً مياه النيل التي سيكون عليها الصراع والحروب خلال السنوات القادمة للبقاء على قيد الحياة خلال هذه السنوات ومنذ ثورة الكندات لم ترى السودان أي استقرار يعود بالأمن والاستقرار بل زاد الطينة بل لحدوث الحروب الأهلية والانقسمات داخل مناطق سودانية غايةها دعم بعض الفصائل التي تعمل على فصل السودان الشقيق بدعم من أطراف سياسية محلية ودولية أجبر أدد كبير من السكان على الهجرة لخارج السكان وتشريد كثير من الأطفال والنساء والشيوخ وقتل العديد من الشباب في صراعات مريرة غايتها دعم اختيار جهات معينة لتصل إلى سدة الحكم غير مقترسين بالكم الهائل من القتلى والجرحة وسنوات الحرمان والحزن التي طالت كل أسرة وكل مدينة من خلال ما أريد أن كل ثورات الربيع العقل شكراً جزيلاً دكتورتنا العالية شكراً أحبت المتابعة لكم والسماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامة وبركاته سلامة وبركاته سلامة وبركاته سحياتي شكراً الله عليك الله عليك شكراً جزيلاً من معنى من الزملاء معنى الآثار النفسية الناتجة عن الحرب على أطفال محافظة إب تمام السيد عبدالله دحان عاطف وشرف عليه البهايدري في كلية التربية جامعة إب فليتفضل واحد يعرضوا واحد ممكن يعرض لكم تمام تعالى أتب راك عادل أتبع الرقى على الرعدين يو بسم الله الرحمن الرحيم المقالة مؤثر نفسياً ناتج على الحروب على أبطال محافظته المشكلة من الحروب ركاعد لا مشكلة المتاعج سيوطية على الأفراد والمجتمعات في مستلغ المجارات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية تقديم تخفيزهم الدمار ورعب وخوف وخصف وهدم أصوات المتجارات والقتل ومشاهد الدماء ومجاحة وتغيير وبالتالي إنهم الأبطال هم أكثر شرائح المجتمع أرمى للإنفعالات والإنطلابات النفسية والعظمية الناتجة عن الحرب لأن ذلك يولد لدى الطفل إحساسه بأنه مستعدة هذا بقي واحد الكاميرا واحد الصوت شكرا الصوت الصوت عندك لو ستمحت تطفيز هذا الميكروفون بالتالثة إن الأبطال هم أكثر شرائح المجتمع حوضة الإنفعالات والإنطلابات النفسية والعاثلية الناتجة عن الحرب لأن ذلك يولد لدى الطفل إحساسه بأنه مستعدة وأنه قد يقتل في أي لحظة وقد يدفعه ذلك إلى الاعتباء والخوف وغيرها من الآثار المسيح ولا يفعى على الجميع أن اليمن تعاني من أوضاع متدهورة وحروب استمرها وقصرها منذ أكثر من تس سنوات وهذا بلا شك له آثار صوتية على مصدر الشرائح المجتمعية للسلطان ما سيما الأطفال التأثير ووضع ما أجارب إليه التلاسات والمراكز الإسرائية والإستراتيجية أن الأطفال يمثلون أغلب السلطان في ميارات يمثلون أربع واربعين ميام من مجموع السلطان وفي الرجوع إلى سماكهم الشخصية والجسدية فهذا يشكل مصدر غلق بوجه خاص لا سيما من نظر إلى هشاشته الشديدة هي الآثار الحرب وأكدت ذلك العديد من منظومات الفياسات أن أطفال اليمن في العديد من المحافظات يعانون من الاتفاع مهولة لمشاعر وحب والإعدام للمسيح والقلق والغضل كما أكدت أن هناك 31 ميال لأطفال يعانون من أعراض جسدية بما في ذلك السلطان وآلام الصدر والتطلق إليها واعتبرها الباعثون مؤشرات على وجود باريقة نفسية إضافة إلى معاناة الأطفال من العودة إلى التمول الإراضي والتاتاه والإضطرابات النوم وصعوبة بالتبتيج ونوبات هلاء أولا كان لابد من الاهتمام بالطفولة أثناء الحروب وإجاءة الفلاسات والبحور والمقالات العلمية التي تسعى الإجابة عن ما هي الآثار المسيح وما تختلف هذه الآثار في اختلاف النوع الاجتماعي بخور وإجاءة للطفل من خلال تقني أولياء أموره ناتي إلى هذا المقالة التحديد على ذلك الآثار النفسية التي تجعل الحرب على أطفال كذلك معرفة الفلوء الإحصائية لذلك الآثار النفسية التي تجعل الحرب على أطفال مسبباً يمتغير ونوع الامتماعي ونورينا أتوقع الآن الوقت للميلي شكراً 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 يا دكتور فضل يا دكتور فضل لا صوت ولا صورة لو سمحت ترجمة نانسي قنقر 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 الغرض والغاية من هذه المؤتمرات نوضح أنهم مكشوفون لدينا لدى اليمن وخارج اليمن شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا ريت لأي منا على هذه التراسة أو تعطينا قصقة منها نكون ممكنين لهذا العمل الجميع إذن الله موجودة هي منشورة في المركز العربي الديموقراطي نعم بعضوان بعضوان إيش؟ المعونات الغذائية الشعب اليمني الزواجين معي نعم باسم هنام عمر أحسنتي بارك الله فيك أسلم هذا واجبي الله إفتح عليك شكرا جزيلا لك الأستاذ حميد الرفيق الأستاذ حميد الرفيق إذا أنت جاهز افتح الميكروفون أستاذ حميد ممكن أن أتكلم عن الورقة شكرا جزيلا لك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله طيبنا الطاهرين طبعا وركته تتحدث عن القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة أنت معك وركة كالمتحدث ما رأيكم أقدم أو لا أنتظر إلى لا لا ترفع عيدك ورفع اليد يدل على المداخلة أو الرغبة المداخلة لما تم في القرسة السابقة إذن أعمال مداخلة في موضوع النزاعات إذن لا وقت إذن شكرا جزيلا طيب فضل أتصد أنا أتصد أنا أتصد أنتظر إلى أن يتم يعني نعم 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 طيب اسمك اسمك أنا قبل المتحدثين أيوة معي ورقة عمال حول دور التعليم نتظر لما نبدأ الجلسة الآن نبدأ الجلسة الثانية نطرح الورقة حقنا دكتور دقيقة دقيقة الآن نتقهش للقلسة الثانية وتبدأ الأوراق بالعظ الآن معنا طبعا حسب الترتيب الورقة الأولى من القلسة العلمية الثانية هي بعنوان دور مرغمات اليونسيين في حماية الأطفال أثناء الحظوم للأستاذة أديبة زليل التي هي مرغمات اليونسيين زليل 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 نعم أحسن بكتب إب اليمان تتفضل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله طبعا طبعا هي اللي أنا عملتها عرض ليس الدراسة يعني ما أكودها من القارير ومن المجبعة مننا فأحاول أكل مختصرة في الشرح اللي بقدم طبعا لكي أتكلم عن دور نظمة اليونسيب بدأت طليل أننا أحاول أن أتكلم عن تأثير الصراع على الأطفال في اليمن طبعا التأثيرات كثيرة جدا وحاولت أن أختصر ببعض الأشياء التي بحثنا عنها في مجال عملنا من التأثيرات التي أثرها الصراع على اليمن وهو وجود الغام والذفائر الغير منفجرة والتي تشكل السبب الرئيسي الرابع للضحايا الأطفال وهي مسألة ما زالت تحتاج إلى تدخلات ومجال أنا عموجة في خبيب الأطفال أخوان أطفل المكرافون المتحدث الذي قاطع الأستاذة يعني يطفل المكرافون تكرم عنها من ضمن التأثيرات التي أثرت هالحرب على كل يمن أن استمرار الحرب وإنفسام الدولة أثر على استثمارات كانت ماشية في ضل التشريعات والسياسات وأدى ذلك إلى الرجوع إلى الصد فيما تم إنجازه سابقاً أيضاً زحمة الحرب في التدور حالات الأطفال خاصة الأطفال في أماكن الإحتجاز اليوم الأطفال في تماثم عن طالب انهيار النظام الحاص بالأطفال في السماد 18 التي كان سابقاً قبل الحرب استثمرت فيه اليونسايف مع وزارة العاد والداخلية وغيراً من أعديد من الجهات العامية مما أدى إلى إغلاب العديد من الدور وتسرب الكادر المدرب مما أدى إلى أنه صارت مشكلة والأطفال ما زالوا يفتجزون عن ذلك أيضاً أثرت العرض على استمرار الجهود كانت هناك جهود جميع بها اليونسايف وشركاتها مثل وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل جامعة صنعة جامعة إذ كان في تدريبات تدريب مدربين في مجالات مختلفة من ببونها الدعم النفسي والاجتماعي من ببونها إدارة الحالة ومزهرات حالة ما بين الوزارات والوكالات المختلفة طبعاً الحرب يعني لما أجت يعني بتعمل إعاقة لجهود كانت مستمرة وتأثر على التفعيل مثل هذا التواءم أو العمل ما بين الوكالات الحرب أيضاً أثرت على حياة الملاهين من الزمن يعني يعني ما بين القطف وإصابة تقريباً بشكل يومي بسبب الضربات أو العبوات الناسبة وغيراً من الأسباب التي كانت تقريباً بشكل يومي منذ 2015 وكان الوقيت بشكل يومي واحد من كل ثلاثة أطفال يعني أيضاً أصبحوا النوية يتزوجون من السم الثانية عشر كانت باحتراثة المسح الأنفودي الذي عملوه ما يقارب سببين من الأطفال ليس لديهم السجل المواليد يعني كان هناك مشاكل قبل الحرب وآتت الحرب وفاق مثل وفي المسح العقودي من تعدد المؤشرات التي كانت في يونسف ما بين 2022 و2022 و2022 و17 من الأطفال التي تتراوك أعمار من 5 إلى 17 سنة ينخرطون في عمال الأطفال و14% من الأطفال في العمرية يعملون في ظروف قطرة غير مناسبة لعمر هذه بالاختصار إلى أهم التأثيرات التي أثرت الحرب على وضع الأطفال في اليمن وما زال هناك الكثير ولكن لم أحب التطرف لها لأن لاحظت في العروب هناك غير إلى عروبهم حول تأثير الخروب على الأطفال أهم الخدمات أو الدور الذي تقوم به اليونسف الاستثمار ممكن تدخلي على نتائج التوصيات هي ليست نتائج التوصيات هي أهم الخدمات التي نقوم بها والأشياء التي تركت عليها لاحظة لأن أما أجتماع شكرا المترجم التي قدمتها اليونسف الاستثمار في تعزيز نظام حماية الطب بما ذلك تعزيز قدرات الكوى العاملة الاجتماعية للتعزيز خدمات الاستجابة والحماية وحماية الأطفال دعم تسجيل المواليد في مواقع النازوين المراكز الاجتماعية ومركز الاجتماعية وغيرها تزويد تزويد الخدمات والفتيان الذين هم فيه تماث عن خانون بالمساعدات الخانونية والغيرها من المساعدات المتفصلات وما في ذلك عادة الدماج توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي عبر الشركان الاجتماعية والعمل والصحة وغيرهم والنظامات الخانونية توفير خدمات إدارة الحالة والمساعدات الصارئة للأفضال بالحرب وإحادتهم للخدمات المناسبة بما في ذلك الدعم النفسي والرعاية الطبية والدعم القانوني وغيرها توفير التوعية بمخاطر الغام والإجسام الغير منفجرة وتوفير أنشطة المتعارات الحياتية والتدريب المهني والفني للشباب والمراهبين والشباب هذه الهدمات التي تكون اليوم لست بشكل دوري أنا مخطج صعيان لأن هذه الأنشطة المتعارات الدومية تتناوي أسريك هل هناك أحصائيات لجملة الخدمات المقدمة ولكن معنا لدينا أحصائيات سنوية يعني في دهاية كل سنة لدينا أجمال ما تم الحصول له إذا كان هناك داعي سوف أعكس أحصائيات آخر سنة أعدل العرب وأشاركه معك موجودة موجودة في الورقة موجودة بالورقة ليست موجودة ولكن موجودة معي يعني ممكن أن أحدث وشكرا وليست بتنشر عبر موقعها سنويا الأحصائيات التي وصلت شكرا جزيلا أستاذ أديبة جدل أحصائي أحصائي سطحة واحدة وهو الترفيس من 2023 وما فوق هل أعرف أحصائي 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 شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك مبارك الله وجهود ومبارك لك طيبة طيب ننتقل إلى ورقة ثانية بعضوان القانون الدولي وحماية الأطفال النازحين في النزاعات المسلحة للطالب الدكتوراه مشكور علي جانعة محمد الأول بوقدة من الدولة المغرب الشقيق إذا كان مقراجدة مشكور السلام عليكم أستاذ عليكم السلام والرحمة الصوت مسموع أيها نعم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تحية صيبة لحضارة الأساتذة الكرام المشاركين والقائمين على هذا المؤتمر الدولي كل باسمه وصفته وأرجو لفعاليات هذا المؤتمر الكامل التوفيق والنجاح أتشرف بأن نشارك معكم في هذا المؤتمر بهذه الورقة البحثية تحت عنوان القانون الدولي وحماية الأطفال النازحين في النزاعات المسلحة يواجه الأطفال عند نزوحهم في النزاعات المسلحة مخاطر متزايدة للاستغلال وسوء المعاملة ترقى إلى جرائم تدخل في ولاية القضاء الجنائي الوطني والدولي بما في ذلك الاتجار بالبشر والعمل القصري والزواج المبكير والعنف الجنسي إلى غير ذلك كما يمكن أن تكون الظروف المعيشية في مخيمات النازحين محفوفة المخاطر مع محدودية فرص الحصول على الغداء والمياه ومرافق الصرف الصحي وكذا حرمان من الخدمات الاجتماعية أستاذ حميد أستاذ حميد أشيل صفحتك أو أقول لك الملف أستاذ حميد ربيق العرض أيها العرض معطي أي بحسب أوقفهم حتى نسمع من الأخينا الدكتورة مشكور علي من المارك والذي نشوفه على الفيديو بحسب المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي يقصد بالنازحين داخليا الأشخاص أو الجماعات الجماعات الأشخاص الذين أكره على الهرب أو ترك منازلمهم أو أماكن إقامتهم المعتادة اضطر إلى ذلك ولا سيما نتيجة أو سعيا لتفادي أطار النزاع عن مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك حقوق الإنسان أو كوارث طوبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبر الحدود الدولية المعترف بها للدولة وعلى عكس اللاجئين لا يعبر هؤلاء الأطفال الحدود الدولية المعترف بها لدولة ما ولكنهم نازحون داخل بلدانهم ويعيش اليوم حوالي حسب موقع أطباء بلا حدود حوالي 38 مليون نازح في 52 بلد حول العالم نأتلات أربع نازحين هم من النساء والأطفال في هذه الورقة سلطنا الضوء على دور القانون الدولي في حماية الأطفال النازحين في النزاعات المسلحة من خلال تقسيم البحث إلى ثلاث محاور في المحاور الأول كان الإطار التاريخي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وأشرنا إلى أن هذه القواعد هي حديثة مع بداية القرن العشرين وفي المحور الثاني تطرقنا إلى القانون الدولي الإنسان والعرف وحماية الأطفال النازحين في النزاعات المسلحة وأشرنا إلى مجموعة من السقوك التي تؤثر هذه القوانين لحماية الأطفال النازحين أثناء النزاعات المسلحة أما في المحور الثالث فقد تطرقنا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الأطفال النازحين في النزاعات المسلحة وأشرنا إلى مجموعة من الاتفاقيات والآليات الدولية وما يقوم به الأمين وخطة عمل الأمين العام المتحدة بالإضافة إلى دور القضاء الجنائي الذي يلعب فالعدالة الجنائية تلعب دورا حاسما في حماية حقوق الأطفال النازحين أثناء النزاعات المسلحة نتيجة لهذه الصراعات وفي القلاصة من خلال هذه الورقة حاولنا الإطلاع على دور القانون الدولي في حماية الأطفال النازحين في النزاعات المسلحة إلا أنه رغم اعتراف القانون الدولي بها شاشة الأطفال النازحين ومنحهم حماية معززة ويوفر لهم إطار قانون متين للحماية الاجتماعية إلا أنه ما زالت تواجه الأطفال النازحين العديد من التحديات مثل محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والاستغلال والعنف والانفصال الأسري ولتحرير حمايتهم الأهمية كان هناك مجموعة من اقتراحات والتوصيات منع انتهاكات فتوقف الأطفال النازحين وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية للأطفال النازحين وإعادة إدماج الأطفال النازحين المرتبطين بالنزاعات المسلحة والالتزام السياسي للدول بخصوص الأطفال النازحين وتحسين آلية وهذه هي النقطة المهمة والأساسية تحسين آلية الحماية وإقامة المسؤولية الجنائية لانتهاك حقوق الأطفال النازحين وختاما فإن حماية الأطفال الصراعات المسلحة ضرورية إنسانية ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات مضضافرة على الصعيدين الوطني والدولي لمنع انتهاكات حقوق الطفل وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وإدماج الأطفال المرتبطين بهذه الصراعات وشكرا والسلام عليكم أستاذ كريم شكرا جزيلا لك بكتورا الغالي وشكور علي من جانع المحمد الأول بوقده من المملكة المغرية الشقيقة على ورقتك القيمة والتي ندعو الله سبحانه على ترى النور ضمن الأبحاث والأوراق العلمية في هذا المؤتمر شكرا جزيلا لك ربما أخو شكرا الآن معنا ورقة ثانية بعنوان حماية الأطفال أثناء النزاعة المسلحة للاستاذ أبو زينة أحمد القرشي مؤسسة سام للقفولة والتنمية إذا كانت موجودة فللتتفضل وتفتح الميكرافون وتتحدث أستاذ أبو زينة أستاذ 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 أبو زينة شكرا تجعلنا ندرك حجم المعاناة التي يمر بها الأطفال في مناطق النزاع موضوع مداخلتنا سيتمحور حول الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة نموذجا للصراع الإسرائيلي الفلسطين أنت تستخدم الفيديو ولا الصوت بس أستخدم اثنين هل الصوت نسمع جيدا هل أغلق الصورة لا أغلق هذه الصورة ممكن على ساس نشوف نصورك مباشرة وعد أنت تعرضي الورقة على جالب لقد شاركت الباورد الذي يتضمن المداخل ننطلق من فكرة أن الأطفال هم الفئة الاجتماعية الأكثر ضعفا في المجتمع حيث يشكلون أعلى نسبة من الضحايا المدنيين في فترة النزاعات المسلحة ويبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات الجسيمة خلال الثمانية عشر الماضية حوالي تلتمية ومسطرش ألف طفل وتجمل هذه الانتهاكات مقتل أو تشوه أكثر من مائة وعشرين طفل حول العالم التجنيد الاختطاف ووقوع أكثر من إستاش ألف هجوم عن المدارس والمستشفيات وغيرها من الانتهاكات فرغم الوجود العديد من المواتيق الدولية التي تهدف إلى حماية هذه الفئة في ظل هذا الوضع ويتم العمل على تفعيل مقتضياتها بشكل فوري لتقليص من حدة المعاناة التي يعيشها الأطفال لكن الملاحظ هو تواجد العديد من الإشكالات التي تحول دون ضمان حماية حقوق الطفل من مختلف الانتهاكات التي تمارس في حقه أثناء هذه النزاعات المسلحة على هذا الأساس تهدف هذه الورقة إلى دراسة الإطار القانوني الدولي الذي يؤثر حماية الأطفال في فترة النزاعات المسلحة وتقييم مدى فعالية هذه المواتيق في توفير الحماية الحقيقية للأطفال أثناء الحروب على أرض الواقع وبالتركيز على نموذج الدراسة وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتمدنا على المنهج التحليلي الاستنتاجي حيث قمنا بتحليل الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالخصوص بالحماية الأطفال أثناء النزاعات وتقييم مدى تنزيلها على أرض الواقع ننطلق بتحليل الإطار المفاهيمي ونتعرف على الفئة التي ندرس وهي فئة هو الطفل من هو الطفل الذي نحاول تحليل القوانين التي تحميه فالطفل هو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين تقلوا أعمارهم عن 18 سنة لكن الملاحظ هو تناقض القوانين والاتفاقيات التي تعنى بحماية الأطفال أثناء النزاعات فالمعاهدات القانون الدول الإنساني تنص على حدود عمرية مختلفة فيما يتعلق بتدابير الحماية للأطفال حيث تتراوح معظمها بين 15 وال18 هناك نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية يجرم التجنيد الإجباري للأطفال ويحدده في سن 15 سنة في حين أن اتفاقية حقوق الأطفال تنص أن أي إنسان يقل عمره عن 18 سنة يعتبر طفلا الملاحظ أن هناك بعض التفاوتات في المفهوم البعض يحدده في 18 سنة والبعض الآخر في 15 سنة النزاعات المسلحة وهي الحالة التي يلجأ فيها الفاعلون في المجتمع الدولي إلى استخدام القوة في مواجهة بعضهم البعض وتتوزع هذه النزاعات إلى النزاعات مسلحة دولية يقصد بها الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر بغد النظر عن سبب النزاع أو شدة سأنطلق إلى المحور الأول الذي يعني بالإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة ويجمل هذا الإطار الدولي مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحقيق الحماية العامة والخاصة بدءا بالقانون الدولي الإنساني والذي يعرف بقانون الحرب وكي لا أطيل في تعريف كل قانون وأتجاوز التوقيت المسموح لي به سأحاول ذكر فقط القوانين إلى حين أن أشارك الأعضاء بمضاخلتي كاملة سأبدأ بالقانون الدولي الإنساني كما أشرت أنه يعرف بقانون الحرب وهناك اتفاقية جونيف لعام 1949 وتتكون من أربع اتفاقيات هناك كذلك البروتوكولان الإضافيين لعام 1977 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق طفل لسنة 1989 هناك كذلك اتفاقية حضر استعمال وتخدين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وهي اتفاقية قطوة لسنة 1997 هناك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 هناك اتفاقية بشأن حضر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لسنة 1999 هناك كذلك البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة الصادر بتاريخ 25 ماي 2000 نلاحظ أن من الناحية القانونية هناك مجموعة من القوانين ومجموعة من الاتفاقيات إضافة هناك اتفاقية أخرى هي اتفاقية الضخائر العنقوذية لسنة 2008 تقرقنا في هذا المحور إلى الترسان القانوني الدولي التي تعنى بحماية الأطفال وسنحاول في المحور الثاني نرى مدى التفعيل واحترام هذه القوانين في نموذج دراستنا لصراع الفلسطيني وذلك من أجل رصد مدى التزام الدول أثناء النزاعات المسلحة بتنفيذ الإطار القانوني لحماية الأطفال وتتبع مدى أخذ المجتمع الدولي الوضع الخاص للأطفال بعين الاعتبار وتدخله لحماية الأطفال من مختلف الانتهاكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة تم تركيز في دراستنا على نموذج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الوقت الحالي ملاحظ أنه خصصت مجموعة من الآليات لتفعيل هذا الإطار الدولي يعني هناك قوانين وهناك مجموعة من الآليات التي تتكفل بتفعيل الحماية والقوانين وتتمثل أهم هذه الآليات في التزام النزاع بالقانون الدولي الإنساني وتفعيل اللجنة الدولية لتقاصل حقائق وآلية التحقيق هناك دور الدول الحامية دور لجنة الصليب الأحمر تدخل المجتمع الدولي تدخل هيئات حقوق الإنسان وتدخل منظومة الأمم المتحدة يلتزم الأطراف النزاع حيث يفرض على الدول أطراف النزاع احترام المبادئ قانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاق جونيف والبروتوكول الإضافي الملحق بها حيث ينبغي على أطراف أي نزاع دول لمسلح إصدار أوامر وتعليمات على مستوى عمل أكثر لضمان تنفيذ واحترام هذه القواعد ويجب عليها أن تشرف على تنفيذها كما أنه قبل كل ذلك يجب على الدول أن تدرج قواعد القانون الدولي الإنساني في قوانين نهاء الداخلية الملاحق أنه رغم مصادقة إسرائيل على اتفاقية جونيف الأربعة وإعلانها أنها في حالة حرب عقب الهجوم عليها بالصواريخ من غزة وتسل المقاتلين إلى داخل البلاد قلما التزمت بالقانون الدولي الإنساني أثناء هجومها على الفلسطينيين إذ تم رصد العديد من تسجسد هذه الانتهاكات كذلك في القصف وتدمير المنازل وامتلكات الفلسطينيين منتهك بذلك المادة 47 و53 من اتفاقية جونيف الرابعة علاوة على ذلك لم تسمح لسكان قطاع غزة بالحصول على المواد الغذائية والمواد الطبية منتهكة المواد 55 و56 و59 من اتفاقية جونيف الأربعة بل والأكثر من ذلك منعت وأعاقت بشكل متعمد وصول الإغاثة الطارئة والمساعدات الإنسانية إلى السكان كما أنها اتبعت أسلوب العقاب الجماعي من خلال فرض الحصار على قطاع غزة مخالفة بذلك أحكام المادة 33 من اتفاقية جونيف الرابعة مما كان له تداعيات خطيرة على حياة الأطفال إضافة إلى ممارسة الاعتقال التعسف في حق الفلسطينيين خاصة الأطفال الذين تعتقلهم دون تهمة أو محاكمة مخالفة بذلك مقتضيات المادة الخامسة والسبعون من البروتوكول الإضافي الأول هناك كذلك لتتناوى إسرائيل على استهداف المدنيين دون أدنى احترام لمبدأ التمييز والذي تسبب في مقتل العديد من المدنيين بما فيهم الأطفال ومهاجمة الأهداف الأساسية والتي لاغنى عنها لبقاء السكان وتدميرها مخالفة بذلك المادة أربعة وخمسون من البروتوكول الإضافي الأول حيث لم تسمح بمرور الإغالة الإنسانية ولم تحترم التاقم الطبي بل أكثر من ذلك استهدفت وقصفت المستشفيات والمدارس كما لوحد استخدام إسرائيل الأطفال كدروع بشرية في إطار احتياطات الدفاع من خلال إبقائهم مع أسرهم داخل البيوت التي يحتلونها بالقيام للقيام بالمهامهم العسكرية مخالفة من اتفاقية جونيف الرابعة وأيضا استخدام الأسلحة بطريقة عشوائية والأسلحة التي تسبب بطبيعتها إصابات مهولة ومعاناة لا نهاية لها من جانب آخر تم رصد انتهاكات للقانون الدول الإنساني من قبل حركة حماس كذلك من جهة أخرى يعني ندرس الطرفين باعتبارها طرفا في النزاع المسلح تم رصد إطلاقها لصواريخ عشوائية نحو إسرائيل إلا أنها في الغالب لم تصل إلى هدفها ولكنها خلفت إصابات في صفوف الإسرائيليين من ضمنهم الأطفال وكل هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكب ترتكب في حق الأطفال على وجه الخصوص تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إباذة جماعية وفق نظام روما الأساسي هل ما زال لي وقت لأكمل المداخلة؟ هل صوتي مسموع؟ نحن نسمع الصوت ومشاركين شكراً سأكمل المداخلة الآلية الثانية وهي تفعيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وأقالية التحقيق تعد هذه اللجنة هذه اللجنة لتقصي الحقائق آلية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقيد بأحكامه في زمن النزاع المسلح حيث نصت المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي إلى اتفاقيات جونيف اللي سنة 1949 البروتوكول الأول على إنشاءها وذلك بغية تأمين الضمانات المكفولة ضي ضحايا النزاعات المسلحة من جانب آخر نصت مقتضيات اتفاقيات جونيف على إجراءات التحقيق لرصد كل الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع لكن الملاحظ أن كلتا هالياتين لم يتم تفعيلهم مقط لأن ذلك رهين بموافقة كل من أطراف النزاع أشير أنه لكي يتم تفعيل دور هذه اللجنة الدولية وتفعيل هذه الآلية يجب على أطراف النزاع أن يوافقوا على ذلك لكن هذه الآلية لم يتم تفعيلها في هذا النزاع لأن كلا الطرفين لم يوافقوا على ذلك الشيء الذي يحد بشكل كبير من التنزيل الفعلي للقانون الدولي الإنساني في الصراع المسلح وإمكانية من أجل رصد ومختلف الانتهاكات التي يتعرضوا لها دكتور عبدالله انتهى الوقت حقا هل أنتقل للخلاصات هل الدكتور عبدالله معنا الدكتور عبدالله الفلاحي ما أدري ما أرحل ممكن يا دكتور تتكلمي عن الخلاصة لو سمحت هلو أسمعك خلصت الدراسة إلى أن قضية حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة هي من أهم المرتكزات الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتحظى باهتمام دولي واسح بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية خصوصا بارتفاع عدد ضحايا النزاعات المسلحة في الآوين الأخيرة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النزاعج والتوصيات نستعرضها على النحو التالي اختلاف التعريف الخاصة بالطفل من قانون إلى آخر لتغير السن من خلصة 16 سنة إلى 18 سنة رغم توفر القوانين والآليات الدولية لحماية الأطفال أثناء الحرب إلا أنها مقتصرة في توفير هذه الحماية على أرض الواقع يتعرض الأطفال بصفتهم الفئة الأكثر تعرضة للمخاطر لكافة الانتهاكات الجسيمة أثناء الصراعات المسلحة التي تعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر لا يلتزم أطراف النزاع دولا أو جماعات بالمبادئ العامة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص والطفل بالكاد يأخذ بعيني الاعتبار يعتبر تنفيذ القانون الدولي أثناء فترات النزاع لا زال متواضع في غياب جهاز إنفاد مركز يلزم أطراف النزاع باحترام مبادئ القانون الدولي وبعد التوصيات التي خلصت لها الدراسة هو يجب العمل على توحيد مفهوم الطفل مع ما يتلاءم مع اتفاقية حقوق الطفل يعني تحديد السن في 18 سنة تحيين الإطار القانوني مع ما يتوافق مع حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة مع تقرير المسؤولية الدولية ومعاقبة منتهكي تلك الحماية تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية هل أواصل هل أواصل هل أواصل أكمل في التوصيات تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها في المعاقبة على الجرائم المرتكبة بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة تعزيز المسائلة لمنتهكي حقوق الأطفال لضمان تحقيق العزالة وتوفير أجهزة دولية مستقلة تتكلف بالحماية بدل أطراف النزاع وذلك من أجل توصيل المساعدات اللازمة لسلامة الأطفال الجسدية والنفسية شكرا لكم على حزن الانتظار تركيزي ذلك على ورقتك القيمة أنت وشركتكم زميلتك الدكتورة سمية صحقان من المغرب العربي الشقيق تشرفنا بكم وبيعا وراق العلمية شكرا لستك ننتقل إلى ورقة أخرى بعنوان حماية الأطفال من دول إعاقة في اليمن خالب الدكتورة جمال أحمد عبدالله الرجوي يسمعنا يسمعنا جمال كثير رائع جدا يا يا دكتور جمال لا يجد لا دكتور عبدالله أنا جاهز بالورقة حقي إذا في بس تفضل أنا بس بالقرس الثال حقي عادي عافو لا نتكلم عن يا دكتور أي دكتور جمال يا دكتور مش موجود مش موجود مش موجود طيب شوف اللي بعد طيب اللي بعد رسال حميد يحيى الرفيف أفوا موجود موجود تفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيب الطهري طبعا سنتحدث في هذه الورقة كما هو مواضح في الورقة فيما يتعلق بالقوانين الوطنية والآليات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة سوف أختصر الموضوع بشكل كبير جدا طبعا الورقة هي تحدثت عن مفاهيم عامة يجب التطرق لها بشكل سريع فيما يتعلق بمفاهيم هذه المفاهيم هي ليست واضحة لدى كثير من الحكومات وكذلك الباحثين والدارسين هناك طبعا هناك غلط في بعض التعريف على المفاهيم لابد أن نفرق ما بين النزاع الدولي والنزاع غير الدولي له قواعد ومبادئه النزاع الدولي له قواعد ومبادئه وفقا للاتفاقية الدولية والقانون الوطني النزاع الدولي يعني تطبق فيه اتفاقية جنيف الأربع والبرتكولات الاختيارية واتفاقية لاهاي واتفاقية العرفية وكذلك البرتكولة الأول الملحق لاتفاقية جنيف الأربع بينما النزاع الداخلي وهنا لابد أن نعرف ما هو النزاع الداخلي النزاع الداخلي هو ما بين الدولة ومجموعة موجودة منظمة داخل دولة ما لذلك تطبق القوانين الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان والبرتكول الثالي لاتفاقيات جنيف الرابعة هذه المفاهيم لا بد أن نعرفها ولذلك عندما نصنف اليمن بأنها نزاع داخلي غير حقيقي وغير واجعي لأن الاتفاقيات واضحة القواعد والمبادئ التي يجب تطبيقها في اليمن لا بد أن تكون تتوافق مع اتفاقي جنيف الأربع والبرتكول الأول الذي يطبق أثناء النزاعات الدولية وليس أثناء النزاعات الداخلية بالنسبة للقوانين الوطنية القوانين الوطنية عديدة ومتعددة حددت كثير من المفاهيم المتعلقة بحماية الأطفال ومنها الدستور في بيئة القوانين الذي كان متعلقا بحماية الأطفال والذي جاء بنص قانوني عام هذا القانون ينص على تحمي الدولة الأموم والطفولة وترع النش والشباب ومنها الصحة والتعليم وغيره من النصوص القانونية التي حددتها كثير من النصوص القانونية وهذه تطبق أثناء السلم وأثناء النزاعات الداخلية وليست أثناء النزاعات الدولية هناك القانون الوطني المتعلق بحماية الأطفال الذي أنشئ بعد التوضيع على اتفاقية حقوق الطفل وهذا جاء نصا كاملا لحماية الأطفال أثناء السلم وأثناء النزاعات الداخلية البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل هو برتكول مكمل لاتفاقية حقوق الطفل ولذلك اتفاقية حقوق الطفل تعمل أثناء النزاعات الداخلية وليست أثناء النزاعات الدولية لأن البرتكول الأول لاتفاقية جينيفا الأربع هي من تطبق وتنفذ نصوصه لذلك ستلاحظ أن البرتكولين الاختياريين لاتفاقية جينيفا الأربع قد حدثت العمر للطفل بأنه لا يقل عن 15 سنة وليس 18 كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وكما جاء في البرتكول الاختياري الملحق لاتفاقية حقوق الطفل ولذلك أكد على ذلك نظام روما لمحكمة الجناية الدولية التي أوجبت أن تقدم الدول التي تستغل الأطفال في التجنيد بأنه لا يقل عمره عن 15 سنة وليس 18 سنة هذا لابد أن نفرج بين ذلك القانون الوطني كان واضحا في عملية أنه يجب حماية الطفل سواء كان في استغلاله أو تقديمه أو تطويعة أو في مسألة كما جاء في قانون جرائم العقوبات عندما حدث بمن هو الطفل ومن هو الحدث وكم عمره وكم يجب الحباية القانونية لهذا الطفل هناك قانون آخر متعلق بجرائم مكافحة الاتجار بالبشر وهذا القانون كان واضحا في مسألة عدم استغلال الأطفال في التجنيد وعدم استغلالهم في أي أعمال أو ممارسات قد تأتي إلى انتهاك حق الطفل وقد أتى بتعريف واضح التطويع والنقل والتنجيل والإيواء والتسليم والتسلم هذه كلها مبادئ تدخل في مبدأ التطويع أنه تطويع الأطفال أو استخدامهم في أعمال أو ممارسات أثناء النزاعة المسلحة ومن ثم تعد ضمن هذا القانون من جرائم الاتجار بالبشر يجب محاسبته ويعني محاسبة الأشخاص الذين يقومون باستخدام الأطفال الاتفاقيات الدولية ذات الصلاة كما تذكرنا وذكرته الدكتورة سلوى ذكرته بشكل واضح وحددت كل المبادئ القانونية الدولية الحامية للأطفال سواء كان أثناء السلم أو أثناء الحروب وبهذا وصلت إلى مختصر مكتمل لورقة العمل والتوصية التي أوصي بها ضمن هذه الورقة أنه على المجتمع الدولي أن ينطر إلى ما يحدث لأطفال اليمن بأنه نزاع دولي وليس نزاع داخلي وأنه يجب عليهم إدخال دول تحالف الإدوان ومرتزقتهم من القائمة السوداء الذين تم إخراجهم خلال التسع السنوات الماضية بن كيمون كان واضحا في أنه قال بأن المجتمع الدولي بأن السعودية بأن أمريكا هي من ضغطت عليه لإخراج دول تحالف الإدوان من القائمة السوداء ولذلك نطالب بإعادة هؤلاء التحالف إلى القائمة السوداء إلى قائمة انتهاكات حقوق الطفل في اليمن وكما نأمل من المجتمع الدولي أن ينظر إلى ما يحدث في اليمن هو نزاعا دوليا ولا كما تصده الأمم المتحدة ومنظماتها وحياتها بأنه نزاع داخلي وبهذا أنا قد وصلت إلى حتام هذه الورقة أتمنى أن يكون وصلاة الفكرة لدى حميد وصلاة حميد يحيى الرفيق على إلقائك وعرضك لورقتك القيمة التي تتناول أو تناول القوانين والمعاهة الدولية المتعلقة بحفاية حقوق الطفل في فترات النزاع المسلحة وركزت على جملة الحق المتاكة للطفل في اليمن بسبب الغدوان على اليمن المدة التسنة شكرا جزيلا لك مرة أخرى الآن ننتقل إلى ورقة أخرى بعنوان واقع حياة الطفل في فلسطين في ظل القانون الدولي ترقيها الدكتورة سعيدة رحمانية أستاذ محاضر في جامعة عباس لغرون خان شلا في دولة القزائر الشقيق موجودة دكتورة؟ نعم نعم دكتور أهلا وسهلا بك بكم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول ديبن أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على إدارة هذا المؤتمر العلمي الهادف والذي يحمل عنوان الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب في الحقيقة أشكر رئيس المؤتمر الدكتور عارف محمد عبد الله الذي يعتبر عميد كلية الأداب بجامعة إبت اليمن التي نتمنى لها كل التقدم والازدهار والرقي دهارة الله فيك نعم إذن مداخلتي تتمحور حول واقع حياة الطفل في فلسطين في ظل القانون الدولي إن مداخلتي هذه إذن تتمحور حول حياة الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي حيث يعتبر أطفال فلسطين اليوم أو يعيش أطفال فلسطين اليوم ويلات الحرب والدمار والتشرد والجوع والفقر والحرمان بسبب الحرب أو الغزو الإسرائيلي على المنطقة وما تعيشه غزة اليوم هو دليل على ذلك حيث تحولت المدينة إلى منطقة من كوبا فلا تفوت ساعة من الزمن دون أن يستشهد طفل من أطفال غزة جريحة فهم يعيشون ظروف قاسية دون اختيارهم ولا ذنب لهم فيها يقتلون ويشردون ويموتون تحت الأنقاذ وفي خضم هذا الواقع المريض الذي يعيشه أطفال فلسطين يسود الصمت العربي والعالمي وتغيب كل القوانين الدولية التي تحمي الطفولة وكأن هذه القوانين لا تخص الطفل الفلسطيني في الحقيقة حاولت من خلال حتى لا أطيل في هذا المداخلة وأترك المجال لباقية المتدخلين الآخرين سوف ألخص هذا العرض الخاص بالباوربونت من خلال أن هذا المداخلة سوف تتمحور حول حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وسوف نتطرق كذلك لحقوق الطفل في القانون الدولي ثم واقع حياة الطفل في فلسطين أو في غزة إذن في الحقيقة إذا تكلمنا على حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية فإن حقوق الطفل محفوظة في الشريعة الإسلامية منذ أن يكون جنين في بطن أمه حيث أن الشريعة الإسلامية تحرم قتل الجنين أو الإجهاد بالأحرى حسب كل التعاليم والنصوص القرآنية فإنها تحرم قتل الجنين في أي شهر كان إلا للضرورة الطبية ممكن في الوقت الحالي في بعض الأحيان يبيح الإجهاد إذا كان يشك الخطر على الأم لكن إجهاده بدون سبب هو محرم في الشريعة الإسلامية تحريما كليا لكن إذا قارننا مع الدول المتطورة فهي تبيح الإجهاد إذا هي تتكلم على حقوق الإنسان حق الطفل في الرضاعة كما نعرف أن الرضاعة للطفل هي حماية هي تغذية نفسية عاطفية حماية الأمراض والفيروسات وغير ذلك نعم دكتورة بعد يتكلم يتكلم نعم وكما نعرف حق الطفل في الرضاعة هو حق شرعته الشريعة الإسلامية ويحميه من الأمراض وكذلك وفر له الدعم النفسي والعاطفي وإذا قابلنا مع الواقع يعني في اليمن والطفل في فلسطين فإن الأطفال اللي تيتموا عدد لا يحصى وكذلك اللي إثبات أن الرضاعة الطبيعية فعلاً يعني عندها فوائد أثبتته ذلك الدراسات والبحث في مجال الصحة النفسية وغيرها كذلك حق الطفل في إسم مقبول يعني أن نحاول نختصر هذه الأشياء لأهمها معروفة في الشريعة الإسلامية حق الطفل في النفاقة حق الطفل في حياة كريمة حق الطفل في الإشباع العاطفي الإشباع العاطفي في اليوم اللي يراه يعاني منه الطفل في كل البلدان العربية يعني عدم توفر الإشباع العاطفي للطفل في الوقت الحالي كما بالك بأطفال فلسطين وأطفال اليمن وغيرها من البلدان العربية التي تعاني من الحروب وغير ذلك كما نعرف الواقع اليوم إذا حاولنا أن نعرف الطفل في هذه المسألة أن الطفل في الوقت الحالي يعاني من فقدان الإشباع العاطفي بسبب خروج المرأة للعمل وتغير الحياة اليوم يعني خلال الطفل أنه يعاني من هذا النقطة وهو اللي يخلاه حتى أنه في الوقت الحالي نحن نقارنه في بعض الأحيان بين طفل اليوم وطفل الأمس يعني أن نلقاه هناك فرق شاسع وكذلك بالنسبة من حقوقه في الشريعة الإسلامية حق الطفل في المساواة مع إخوانه حق حماية حقوق الطفل الياتيم يعني أكدته مؤكد لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال الياتيم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كذلك حماية حقوق الطفل المسكين في الشريعة الإسلامية الطفل المسكين أو الفقير أو المشرد دين الإسلامي وفر له حقوق ومن حقه الصدقة يعني التكفل به وهذا موجود في هو ركم من أكان الإسلام إذا رجعنا نستخلص يعني هذه النقطة طرقت لها لماذا؟ لأنه باش نعرفوا باللي إحنا كبلدان عربية كبلدان مسلمة الحقوق الطفل محفوظة في الشريعة الإسلامية لسنا بحاجة إلى الحقوق اللي جينا من الغرب من الهيئات اللي تناد بحقوق الإنسان يعني وغيرها الحقوق الطفل وحقوق كل شرائح المجتمع محفوظة في الشريعة الإسلامية ولسنا بحاجة للحقوق الموجودة حسب المنظمات الدولية أو الحقوقية أو غير ذلك نجده إذا رجعنا للحقوق الطفل في القانون الدولي نجده لائحة من القوانين هي حبر على ورق في الحقيقة حماية الطفل هي مسؤولية بلدولة وحكومة والحفاظ عليها هي الحفاظ على الإنسانية جمعة لأن الطفل هو الحاضر هو المستقبل حماية حقوق الطفل مسؤولية العالم ككل نجده أنه عملت منظمة اليونسيف على تفعيل مواد اتفاقية حقوق الطفل وتكريس مبادئها حماية حقوق الطفل في العالم من خلال دعم وتعزيز الاتفاقية وتضم الاتفاقية 54 مادة تضم حقوق الطفل في العالم في الحقيقة تميزت هذا الاتفاقية بمصدقية أغلبية الدول والحكومات لأنها احتوت حسب رأيهم على كل حقوق الطفل التي تحفظ حقوق الطفل وكرامته إذن نجده المادة 38 تنصف معاهدتها على عدم إشراك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الحروب إلا أن الطفل في غزة وغير من البدن العربية يعني كأنه يعيش في كوكب آخر كذلك المادة 38 تنصف على عدم تجنيد منهم أقل من 15 سنة كذلك الواقع المعاش في الدول العربية في بعض الدول العربية التي تعاني من الحروب عكس ذلك إذا رجعنا إلى واقع الطفل في فلسطين أو في غزة بالأحرى نجده يعاني نعم سوف أختم نجد أن يعاني كثيرا من التصعيد الأخير ضد منطقة غزة فقد مات كثيرا من الأطفال تشرد الباقي منهم منهم الطفل في فلسطين يعاني كثيرا من الحرمان الجوع الفقر إن عدم الدعم الإحاطة النفسية والاجتماعية وكثيرا من الويلات نتيجة الحرب والدمار والفقر والحرمان وسوء التغيير الأمراض الأوبئة وغيرها في الحقيقة نجد منظمة اليونيسيف صرحت بأن الأطفال في غزة هم من يتحملون أكثر للعنف المسلط بالمنطقة من بين ما رصدناه كذلك أن الطفل في فلسطين وغزة خاصة يتحمل أشياء أكبر من سنه وجسمه وعقله ويقاوم مقاومة الأبطال فالواقع في غزة في الوقت الحالي لا يتحمله رجل أو بشر فما بالك بالأطفال إن الأطفال في غزة يقبرون بسرعة ويصبحون واعين بما يعيشون مثل الكبار لأنهم يعيشون مثل الحرب والمعركة ويشاركون فيها وليس مثل باقي أطفال العالم يشاهدون الحروب في وسائل الإعلام المختلفة في الحقيقة تطالعون وسائل الإعلام المختلفة المرئية المسموعة المقرؤة بأخبار عديدة منذ بدء العدوان على المنطقة أو منطقة غزة استشهاد الكثير من الأطفال الجوع تشرد البعض والجوع الفقر والحرمان إلى غير ذلك لدي بعض الإحصائيات أتركها موجودة في المداخلة لربح الوقت وأختم مداخلتي بأن أقول بأن الواقع الطفل في فلسطين هو واقع مرير يعني في الحقيقة نعم الواقع الطفل في فلسطين هو يعيش واقع مرير ويعتبر الموضوع الطفل في فلسطين من المواضيع الشائكة والصعبة باعتبار الطفل ما زال يعاني من فقدان جميع حقوقه في ذر العدوان الغاشمة على المنطقة وتشرد الكثير من الأطفال اليتامة مجاعات سوء التغذية وغيرها من مظاهر الحرمان البؤس الشديد وغير ذلك ما يجعلنا نقف حائرين ومستغريبين في الوضع الحالي غير قادرين على بعض شيء متسائلين عن ذنب هؤلاء الأطفال الذين يموتون يوميا بالرصاص والقنابل والجوع والأمراض والأوبئة إلى متى يستمر هذا الوضع؟ هل من حلول لإيقاف هذا الظلم والعدوان المسلط على غزة وأطالها؟ كل هذه التساؤلات تبقى مطروحة ولا نجد لها جواب لكن نعلم جيدا أن فلسطين هي وطن كل عربي وأطفال غزة هم أبناء كل الوطن العربي كل مواطن عربي يبكي فلسطين وغزة ونتأسف لمشاهد الخراب والضمار بالمطقة ونحزن لقتل أو جوع أو تشرد أي طفل فلسطيني وفي الأخير أشكر الجميع على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا دكتورة سعيدة الرحمنية العفو دكتور العفو موفقين إن شاء الله وإلا بك الله حياة الله أدوه وسهلا بك العفو مع السلامة سلام رحمة الله شكراً للمشاهدة 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 شكراً شكراً للمشاهدة 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 المرافق الصحية تشكل عقبة فيما يخص وصول الأطفال ذوي العاقة هناك بعض أولياء الأمور يشعرون بالحرج لوجود إعاقات أو وجود أطفال معاقين وهذه أكبر فجوة يعاني منها الأطفال ذوي العاقة في جانب الحماية نظراً الشعور بالوصمة لوجود إعاقة وأطفال معاقين الأمر الذي يستدعي عزلهم داخل المنازل ولا يتلكون أي خدمات وهذا المشكلة التي يجب أن يكون هناك توعية في هذا الجانب أيضاً الوعي المحدود الحفقة ما كثيرة حفقة ما كثيرة ومشكلة معاق لها العصر لكن يعني يجب أن الوقت معنا لطالبنا ومشكلة في رائعها وإذا ما تختروا نعم تخبر شكراً سوف أختتم عندما نتكلم عن الأشخاص ذوي العاقة أصلاً لا أستطيع أن أوجز في خلال عشر دقائق ما هي الخدمات وما هي المسببات وما هي التحديات وما هي الفجوات التي يعاني منها الأطفال ذوي العاقة ولكن هناك العديد من التحديات والعديد من التوصيات ووضعت لكم في ورقة العمل ووضعت لكم في البحث ولدينا توصيات إدماج الأطفال ذوي العاقة في كافة الدخلات هذه أهم توصية التي أختم نقاشي وورقة العمل بهذه التوصية إدماج الأطفال ذوي العاقة في اليمن في كافة التدخلات المقدمة سواء كانت من القطاعات الحكومية أو المنظمات التولية أو المنظمات المحلية تحكم من حقوقهم كفله الدستور والقانون والقوانين والتشتيعات المحلية والدولية وكذلك الإتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي العاقة والمبادئ الإنسانية لإدماج الأشخاص ذوي العاقة في العمل الإنساني سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي وشكرا للجميع وشكرا لمن نظم وسائم أحسنت أحسنت بارك الله شكرا لكم على هذه الورقة وأردوك أظن في هذه المؤسسة والجبهية المعاقب وطالي الدكتورة من التراجع الأول أنا أهنيك على هذه المقدرة العلمية والفكرية والثقافية التي تمتع بها وهذا يعني أنه أذعقة لا تشاول شيء أمام الرجال الموجعين والمتميزين من شعبنا الهمني العظيم شكرا جزيلا لكم وعلى هذه الورقة وعلى عرضك القيم والمتميز الآن ننتقل إلى ورقة بغنوان دراسة استقصائية تحليلية لمدات توافقية أهداف ومبادئ اليونسيف مع العراف المجتمعية وتأثيرها على حماية الدخولة في اليمن الباحث محمد ألوي حسين مقبير أو مقيمة جامعة حضرموت موجود؟ نعم 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 تسمعني؟ أهلاً وسهلاً نعم نعم أسمعك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحمد أنه على آله وصحبه وسلم الصوت أطلق فتح الكاميرا مع كاميرا الصوت 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 كل مهن الصوت الكاميرا فتحها لا كاميرا لا هذا لا أتهت الكاميرا فيه في الكم تأثيرها حماية الطفولة في اليمن بحث مقدم من محمد علوي حسين مقابل جامعة حضرموت كاتب وصحفي مستقل وباحثي من الفيشيون السياسية ملخص البحث تتطرق هذه الدراسة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة اليونسف في حماية الطفولة وتحليل التحديات التي تواجهها في اليمن بسبب تعارض بعض هدفها مع العرافة المحلية أو في نعم محمد علوي معي نعم أسمعه ها هذا في أي شيء خطأ أو حاجة لا لا واصل واصل ما بشيء عليك استمر بسبب تعارض بعض هدفها مع العرافة المحلية أو في بعض الأحيان مع القانون اليمني ويتعزز أهمية عمل منظمة اليونسف في حماية حقوق الأطفال ورفايتهم ويتم التأكيد على أهمية معالجة تلك التناقضات ترادف الدراسة إلى تحديد المجالات المحددة التي يمكن أن تعرقل هذه التحديات جهود منظمة اليونسف في حماية الأطفال في اليمن وعن طريق إلقاء أبضاء لهذه المسائل تسعى الدراسة إلى تقديم رؤى وتوصيات لمعالجة التعارض بين أهداف نظمة اليونسف والأعرافة المحلية أهمية البحث فهم تأثير اختلافات بين مبادئ وهداف اليونسف والأعادات المجتمعية المحلية ضرورة لتعزيز حماية الطفولة في اليمن إذ من خلال فحصات التناقضات ستعود هذه الدراسة بالفادة العامة اليونسف في اليمن استثم في تعزيز جهود الحماية العالمية للطفولة في سياقات مشابهة أخرى منهج البحث اعتمد في هذا البحث على أربع مناهج بحثية وهي المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والاستقرائي والاستنباطي مشكلة البحث تركز دراسة على معالجة المشكلات التالية ما حجم التباين بين مبادئ وهداف اليونسف والأعادات المجتمعية المحلية في اليمن ما هي المجالات التي تنشأ منها التناقضات الرئيسية بين أهداف اليونسف ومبادئتها مع الأعراف المحلية كيف يأثر هذا التعارض على سير عامل اليونسف في حماية الطفولة في اليمن ما مدى عدم التزام اليونسف بالقانون اليمني استياق التاريخي للإنشان من رضاة اليونسف كما هو معروف لنا الطفول فيه لضيق الوقت مساعدة الطفال الجوعة وهما يعقلون شعار اليونسف عند تأسيسها هو الطفل يشرب كوبا من الحليب هذا كانت رسالة اليونسف في البداية الوضع الحالي للطفولة في اليمن أزمة الإنسانية مروعة يعاني أكثر من 11 مليون طفل في اليمن من حاجة ماسة المساعدات يعاني من ملايين من الأباء الأمهات من القلق الدام على حياة أطفالهم مثل سوء التغذية يعاني ثلاث ملايين طفل فالأضرار التي يعاني الأطفال لا سأقوم باختصارها لضيق الوقت وتطرق إلى المشكلة الرئيسية في البحر من التوافق بين مبادئ اليونسف والأعراف المجتمعية أهداف اليونسف الهدف الرئيسي كما ذكرنا هو عند تأسيسها هو بقاء الأطفال توفير الرعاية لهم وإمدادهم في أوقات الحروب بالغذاء وغيرها وهو الهدف الرئيسي وهو الهدف مركزي الذي تقربها اليونسف والهدف الثاني وهو الهدف من الهداف الرئيسية هو التحصين والوقاية وما نلاحظه أن في اليمن قدمت 2 مليون لقاح للأطفال في فترة من دبليل الحرب في اليمن وغيرها من أهداف الحقوقية وهي ترصيخ وحماية حقوق الأطفال التعليم تعزيز حقوق المرأة والثانيات مكافحة التمييز وتستند هذه الهداف على مبادئ توجيهية وهي النهج القامع لحقوق الإنسان عدم الحقق الأذى عدم التمييز نعم نعم أنت تعرح لنا العرض حقك على صفحة المجتمع التالي هنا لحاجة إلا أنه ما تتكلم عنه يكون يعرض على الشرائح ما يعرضش ما يعرضش ما يعرضش ما يعرضش أيول أن تكون تحرك معنا ممكن يا كنت وحاط ما هي مشكلة ما هي مشكلة نواصل نواصل في العراف المجتمعية تعتمد العراف المجتمعية على اعتمارها على عراف قديمة باقية من العرف العربي القديم بالجاهلي وغالبا في هالوقت الحالي تعتمد على الثقافة الإسلامية العربية المستمدة من الدين الإسلامي وهي بالمجمل تحترم المرأة وهي حقوق الطفل وتمسك وتحترم وتحرم التعرض للأبرياء والعدوان على المستضعفين فنلاحظ أن التوافق بين أهداف اليونسف والعراف المجتمعية تشاء توافق شبه توافق في الهدف المركزي لليونسف ولكن هناك اختلاف في الأهداف الحقوقية مثل تعزيز حقوق المرأة والفتيات من كفحة التمييز ترصيخ وحماية حقوق الأطفال وغيرها أهداف اليونسف الحقوقية وتوافقها مع العرف المحلي في اليمن اليونسف من أهدافها هي أن تسعى إلى تعديل التشريعات الوطنية في الدول بحيث أن تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والتي تقوم نفسها اليونسف بتفسيرها وعن طريق اتفاقية حقوق الطفل مثل عدم التمييز ضد التمييز على التوجه الجندري وغيرها من هذا المهم أيضا قضية زواج الأطفال اليونسف تعرض زواج الأطفال عنه أي طفل تحت سن الثوان وتزوج في هذا زواج الأطفال في القانون اليمني زواج الأطفال هو كل فتاة بلغت النظجة الجنسي وهو مثلا وأيضا في العرف المحلي نفس الشيء لكن وهذا القضية تنظر اليها لنسف بشكل يعني تستحقر فيها يعني الوضع المحلي بحيث أنها تنظر إلى أن الدول النامية تنتهك حقوق المرأة بالزواج الأطفال والزواج القصر ولكن في نسلوقت هناك العديد من الجول الغربية التي ينتشر فيها هذه الظاهرة خارج طار الزواج في الولايات المتحدة الواحدها نعم أستاذ محمد لو سمحت الوقت داخلنا صحا صحا ولقص في الولايات المتحدة كما أحب أن أشير لأننا نحن مولان في الجلسة العلمية الثالثة والتي يرأس أستاذ دكتور فعاد عبد الرحمن الحسان رئيس الجامعة لإنقلاس الحقرية وهو لأن موجود معنا ويستمر ويواصل معك من الجلسة ويوجد منك الانتقال إلى المتائج حسنا حسنا اليونسف لها جارة مهم في حماية الطفولة في اليمن لا يمكن الاستغناء عنها ومع ذلك هناك تحقيات في العمل بين اليونسف والمجتمع الحل اليمني فالعرافة اليمنية تحمل قيم عالية تحتل قدر كبير من الحتاول والطفال والنساء لكنها في الوقت نفسه قد تحمل بعض القيم المروثة القديمة السلبية التي نهى الإسلام عنها بينما تركز اليونسف على القضايا الحقوقية يرى البعض أن ذلك لا يتوافق مع مركزية هدف المنظمة وهو حماية الأقصال وأن تبني اليونسف للفكرة الليبرالي فقط من غير تقبل الاختلاف في الرؤى العالمية الأخرى السبب لها العديد المشاكل في سارة عملها وغير يؤدي استمرار هذا النهج إلى إيقاف عمل اليونسف في اليمن بشكل كامل وفي المجمل تمت حاجة تحقيقة التكامل بين أهداف اليونسف وقيم وأعراف المفتمل المحلي اليمنى لما يضمن حقوق الطفل الطفولة بشكل فعال التوصيات على اليونسف تعديل أهداف موادها من التناسب على الإخلاق العالمية السائدة على اليونسف تكتفي فقط بهدف مركزي وهو حماية وأبقاء الطفولة للضرورة الإنسانية على اليونسف أن تحترم القيم والأعراف المحلية وتولي لها أهمية خاصة فينا عملها يجب على اليونسف أن تعمل مع الجماعات المجتمعية في اليمن لتحسين أوضاع الأطفال على اليونسف أن تستفيد من العراف المحلية لحماية الطفولة في اليمن التوصيات إلى الجماعات المجتمعية في اليمن الجماعات المجتمعية تولي أهمية فيما يخص حقوق الأطفال خاصة الفتيات على الجماعات المجتمعية أن ترجع لقيمها الحقيقية وتستشعر مسؤوليتها الدينية بحقوق الاطفال. على الوجهات القولية ان توعي مجتمعاتها بحقوق الاطفال وبقاهم. على الجماعات المجتمعية ان تعي انه ليست كل العراف حميدة. بل كثير من العراف نهى على الاسلام عنها. توصيات للحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية تعزيز مراقبة المنظمات الدولية. خصوصا المتخص المتخصة بالاطفال لانهم اساسنها بطلوطن. على الجولة التحقيق في كل التجاوزات الغير قانونية من قبل المنظمات الدولية. وهنا نكون وصلنا الى ختام البحث. وشكرا لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للباحة محمد علي الحسين من قبيل. جامعة حضر موت اليمان. وشكرا جزيلا على التوصيات. كانت التوصيات اه يعني في محمد ومشكور جزيلا الباحة. والآن الى الباحة الى اخر. الدكتور فهد محمد رحمد عبدالغر الاحبالي. كلية ثلاثة جامعة صنعات. الموضوع طبعا طاليا. برامج الميسف في تأهيل الاسرائيين الاجتماعيين الجمهورية. دكتور فهد. نعم. معك معك يا امين دبوان ممكن انا اقدم ورقتي لما يوصل الدكتور فهد. انا اللي بعده مباشرة. شكرا جزيلا. دكتور ما. دكتور امين دبوان حسان. اه. وانا بعمل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اه نشكر القائبين على المؤتمر. الدكتور اه. واخصب الشك. اه. الدكتور فهد الحضرمي. اه. الدكتور فهد عبدالرحمن حسان. والدكتور فضل الحضرمي. والدكتور امين الخيار. اه. في البداية. وراحب بكل الحاضرين. اه. في البداية موضوع الدراسة. اه. انا عن دراسته عن موضوع الاعداد المهني الاخصائي الاجتماعي. وفاعليته في الاداء المهني لادارة الحالة. اه. طبعا معروف ان ادارة الحالة اه تشتغل اه في مجال حماية الطفل وهي احد حقول اه احد حقول الخدمة الاجتماعية او مارسة الخدمة الاجتماعية. اه. ودورها الاساسي في اه في مجال حقوق الطفل. في البداية اه في توضيح للموضوع بشكل مختصر. في معي مضغير مستقل ومضغير تابع. المضغير المستقل اه انه هو موضوع الاعداد المهني للاخصائي الاجتماعي اه حول ادارة الحالة. والمضغير التابع اللي هو الاداء المهني للاخصائي الاجتماعي في موضوع ادارة الحالة. والفكرة الرئيسية اللي هي قياس الفاعلية. فمنذ العام. اه منذ العام الفين واحد عشر حدثت تغييرات اه في واقع ممارسة الخدمة اجتماعية في اليمن. اهمها ظهور اه حق اه ممارسة ادارة الحالة. من خلال هيكل وظيفية والتنظيمية في وزارة شون اجتماعية والعمال. تم تأسيس نظام لادارة الحالة. وتم اه اعداد فريق وطني واستقبال خبير دولي لاعداد هذا الفريق. وشكل هيكل تنظيمي في الوزارة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لادارة الحالة على اسس في الواقع العملي. وتم اعداد ادلة لممارسة ادارة الحالة بالواقع العملي. اه عدد من الادلة. الان اعتقد عدد الادلة كامل اللي في ادارة الحالة. حوالي ثلاثة وعشرين دليل اه ممارسة لادارة الحالة في الواقع العملي. اه دائما مسألة التعليم الخدمة الاجتماعية ترتبط بالمطلبات العصرية والتغيرات المجتمعية وأهمها ظهور ممارسة إدارة الحالة في الواقع العملي فقامت جامعة صلعام مثلا بقسم الخدمة الاجتماعية بمواكبة هذا التغيير وأدرجت إدارة الحالة ضمن مطلبات التدريب الميداني لطلاب المستوى الثالث بالقسم في المجال التعليمي بمدارس أمانة العاصمة فكان الطلاب التدريب الميداني يتدربوا على إدارة الحالة في المدارس في أمانة العاصمة في 2019 و2020 تم مراجعة التوصيف المقرر الخدمة الاجتماعية توصيف مقرر الخدمة الاجتماعية واعتماد اعتماد المقرر إدارة الحالة ضمن التوصيف بناء على ما سبق حاليا كان يتم العداد المهني للأخصائي الاجتماعي فيما يخص إدارة الحالة بخلال المقررات الدراسية بالقسم كلها لها علاقة بإدارة الحالة مثل خدمة الفرد وتنظيم المجتمع لها علاقة كبيرة بإدارة الحالة كان يتم عقد اجتماعات مخصصة لطلاب المستوى الدراسي الثالث للنزول الميداني على أساس يمكنهم من بعض المعلومات حول إدارة الحالة استعداد للتدريب الميداني والتدريب الميداني لطلاب المستوى الدراسي حول إدارة الحالة في المجال التعليمي بالنظر لإعداد المهني الإجتماعي بالقسم حول إدارة الحالة كانت بجدة لإعداد النظري كلنا لاجتماعات والتدريب الميداني فوفق النظام البعياري مستمت من أنظمة تعليم العالي في اليمن وأنظمة تعليم الخدمة الاجتماعية العربية والدولية التي تطلب هذه الأنظمة ما يلي المقرر النظري ومحتوى التدريب الميداني حول إدارة الحالة كان غير متوفر في قسم الخدسي الشراء لا تتكرر البرويد كمل كان في إشكالية في الساعات النظرية كانت غير مناسبة ما قالت تطبيق العملي كان غير كافي كانت مشكلة الدراسة بشكل مختصر إنه بأوقف قصور عدم اكتمال في عملية الإعداد المهني تنعكس على الفاعلية في اكتساب الأخصائي الاجتماعي المطلبة الأساسية والعملية لإدارة الحالة وتنعكس على الفاعلية في الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي في إدارة الحالة بالواقع العملي كلنا نعرف أن هذا ينعكس على التدخلات الأخصائي ناجتماعي في حماية الطفل بالذات الأطفال المستضعفين ومستهدفين بإدارة الحالة وبالتالي كان فيه حاجة لإعداد مثل هذه الدراسة وتحديث المقرر أو التوصيف المقرر لإدارة الحالة فكانت الأهداف معرفة مستوى الإعداد المهني للأخصصي الاجتماعي بقسم الخدمة الاجتماعية حول إدارة الحالة الهدف الثاني معرفة مستوى الأداء المهني للأخصصي الاجتماعي في إدارة الحالة بالواقع العملي والهدف الثالث اللي هو معرفة فاعلية الإعداد المهني أخصائي الاجتماعي بالقشف حول إدارة الحالة على الأداء المهني لإدارة الحالة في الواقع العملي وفي المنهجية أتكلم بس بشكل مختصر استخدمنا منهجية المسحى الاجتماعي الشامل استهدفنا 77 أخصائي اجتماعي خريق خدمة اجتماعية في الدراسة يعملون مع مكاتب الشيون الاجتماعية والعمل في أمانة العاصمة ومحافظة صلعان أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة مستوى الاعداد المهني للأخصائي الاجتماعي بقسبة الخدمة الاجتماعية حول إدارة الحالة كان 82.15% الوسطة الحجابي كان 3.3% والإنحراف المعياري إعداد المهني كان 69.100% مستوى الاعداد مستوى الأداء المهني الأخصائي الاجتماعي في إدارة الحالة كان 78.5% من 10% الوسطة الحصائي للأداء المهني 3.14% من 100% والإنحراف المعياري أداء المهني كان 97% من 100% هنا بعض النتائج المرتبطة بالفاعلية فكان فيه تأثير للإعداد المهني للأخصائي الاجتماعي حول إدارة الحالة على أداءه المهني في الواقع العملي وكانت قيمة فاء القدولية عن مستوى الدلالة 5% بدرجة حرية 76% تساوي 2.25% كمان كان فيه ارتباط بين الإعداد المهني وبين الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي في ما يحص إدارة الحالة وبالأخير كان اللي هي قياس درجة الفاعلية فالتضح من النتائج أنه درجة فاعلية الإعداد المهني لأخصائي الاجتماعي في اكتساب المطلبات الأساسية والعملية لإدارة الحالة كان 36% من مياه 36% هنا فاعلية الإعداد المهني حول إدارة الحالة لم تتحقق لأنه لم تصل إلى درجة 5% وكمان فاعلية الإعداد المهني لأخصائي الاجتماعي في الأداء المهني لإدارة الحالة بالواقع العملي كانت 22% من مياه في المياه كمان الفاعلية فاعلية الإعداد المهني أخصائي الاجتماعي حول إدارة الحالة لم تتحقق على مستوى الأداء المهني لإدارة الحالة في الواقع العملي وهذا كان ينعكس على الأطفال المستضعفين فأخيرا تم إعداد توصيات للتحديث توصيف مقرر إدارة الحالة من حيث عدد الساعات والبادة العلمية ومحتويتها مجال التطبيق العملي التدريس والتعليم المراجع وسائل تقييم الطلاب على أساس زيادة فاعلية الإعداد المهني حول إدارة الحالة لأنه دائما الإعداد ينعكس على الأداء المهني من التوصيات عقد دورات تدريبية لأعضاء هذه التدريس بقسم الخدمة الاجتماعية حول مقرر إدارة الحالة تهدف إلى الربط بين المقرر بغرر إدارة الحالة مع مقرراتهم الدراسية التي يقدمونها للطلاب في أثناء الإعداد المهني بقسم الخدمة الاجتماعية الثالث تعديل برامج التدريب الميداني وخطته بقسم الخدمة الاجتماعية بحيث يكون التدريب حول إدارة الحالة لدى المستوى الرابع وليس المستوى الثالث لأنه مقرر إدارة الحالة يدرس للمستوى الرابع بقسم الخدمة الاجتماعية التركيز على مراعة الأبعاد التي ضمنها الأداء المهني في الواقع العملي وإعداد مقترح محتوى المقرر النظري وكذلك محتوى التدريب الميداني بقسم الخدمة اجتماعية حول إدارة الحالة تحديث نموذ توصيف مقرر إدارة الحالة بما يحقق التكامل بين الإعداد النظري والتدريب الميداني مع التركيز بصورة خاصة على التكامل فيما يخص الأبعاد الأساسية للأداء المهني المتمثلة بالمهام الإدارية في إدارة الحالة والمهام التصلة بإقراءة تنسيق الخدمات للأطفال المستضعفين الشراكة مع الإدارات ذات الصلاة بالخدمة اجتماعية في وزارة الشيون الاجتماعية والعمل عند إعداد محتوى المقرر الدراسي النظري ومحتوى التدريب الميداني بقسم الخدمة اجتماعية حول إدارة الحالة الحرص على أن تكون منهجية الإعداد المهني بقسم الخدمة اجتماعية حول إدارة الحالة النظرية والعملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحق المعارسة إدارة الحالة في الجهات ذات الصلاة بإدارة الحالة الاستفادة من التقارية الدورية لإدارة الحالة بالواقع العملي التي تعدها وتنشرها الجهات ذات الصلاة بإدارة الحالة في تغذية منهجية الإعداد المهني بقسم الخدمة اجتماعية والاستفادة من التقييمات المستمرة ممارسة إدارة الحالة بالواقع العملي كثير من التوصيات هذه تم العمل بها نظرا لأننا نستغل في الفريق الوطني لإدارة الحالة سواء مع وزارة اجتماعية والعمل أو مع ونجرس هذه المادة في قسم الخدمة بجامعة الصنعة وشكرا شكرا لك دكتور فهد موجود فهد موجود دكتور فهد موجود يلا يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دكتور شكرا جزيلا لقيمة ممثلة برئيسها وكذلك برئيس المؤتمر وكذلك كل المشاركين من مختلف الدول العربية العزة والأصدقاء والأشقاء والشكر موصولا أيضا للجميع جميع من معلان يا دكتور فهد دكتور فهد هلو يا دكتور فهد واصل اسمحي يا دكتور فهد بصب عندك هذا الأحمدي مش عن جامعة الصنعة اكتب شرطة جامعة الصنعة ها جامعة الصنعة مش عن لأنه جامعة الصنعة يقتضي ميجلس جامعة أنه مستمرك الجامعة يلا حاول طيب لا كتمنك على الدراسة يا دكتور فهد الصوت مش واضح الصوت مش واضح يا دكتور دكتور فهد الصوت غير واضح يا دكتور فهد الصوت مش واضح إذا قادرنا جاهز تقني التوصية أجوعي معنا أو لا أيوة أنا معكم عبدالغني معكم إذا جاهزنا لحظة لحظة هذا نحن لدي دكتور فهد يا خد دكتور عبدالغني دكتور فهد عبدالله دكتور فهد، في مشكلة ستلاحه عن ذلك دكتور عبدالله عميد يلا يلا دكتور عبدالله عميد صدّل يا لك عبدالله يلا بسم الله خلّلت بالنماء لكي ليسا مشكلة طيب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أرحب بكم جميعاً الدكتور واد حسان والدكتور فاضف وكل الأسادة الكرام طبعاً أنا عبد الرغني الحميدي باحث باحث دكتوراه قامعة صنعاء كلية التربية وصول التربية علم اجتماع التربية لدي ورقة علمية طبعاً أنا خصائي اجتماعي منذ العام 2014 في مكتب الشوين الاجتماعي والعمل إب واستشاري حماية وتدريب أيضاً مع المكتب في مجال حماية الطفل وإدارة الحالة وأعمل الآن حالياً مشرف ومدرب أيضاً ورقة الورقة العلمية التي سأقدمها هنا هي عن تحمل عنوان دور إدارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هدفت طبعاً هذه الرسالة إلى معرفة أولاً مفهوم إدارة الحالة للأطفال المستضعفين وأهدافها ومبادئها التوقيهية وخطواتها المهنية ومطلبات وشروط العمل بها وتحديد مفهوم حماية الأطفال وأهميتها وأهدافها وهو الأهم توضيح دور إدارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين هذا الهدف الأساسي للمنهج طبعاً أتمت في المنهج على المنهج الوصف التحليلي الذي يقوم على وصف وتحليل المعلومات النظرية المتعلقة بالأدوار التي تقوم بها منهجية دارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاستناد والتعرف على الأدبيات النظرية والتقارير الرسمية وتحليلها والسنباطها والتوصل إلى استنتاجات من كيفية تحقيق دور إدارة الحالة كمنهجية في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية دكتور معك يا دكتور طبعاً يميذي وأستاذي اللي سبق قبل شوية يفضل يا دكتور دكتور أبداً غريب حين لنا الحضرة من نشوف سوفيا من عندنا شكراً إذا رفت بداية هي منذ الأربعينات من القرن العشرين عندما ببدايتها مع بداية ظهور مكافأة الأخصائي الاجتماعي ثم بعدها من عام 1971 إلى عام 1997 بدأ تفعيل ما يسمى بقانون الخدمات الموحدة في الفيدراليات الأمريكية وظهرت إدارة الحالة كمنهجية بشكل واضح في التسعينات من هذا القرن نحن في اليمن مع مثل ما ذكر الأستاذامين مع بداية 2011 وظهور الخبر البريطاني فيتر وأيضاً في الدول العربية بشكل عام ظهرت مع هذا الوقت بالتحديد طبعاً نتيك اللي ضيق الوقت الدراسة كثيرة في الوطن العربي درست هذا الموضوع عن دور إدارة الحالة منها دراسة معهد أرحاف السياسة الاقتصادية دراسة في عام 2021 وعام 2018 وكلها خلصت إلى فعالية دور إدارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين طبعاً الأطفال المستضعفين في النظام إدارة الحالة يعني أطفال تم تحديدهم 17 فيئة من فيئة الأطفال واختصارهم واختصارهم الفريق الوطني بآخر الأدلة المحدثة إلى 14 14 فيئة الأطفال أو 14 مشكلة استضعاة طبعاً على أفضل أختصر ما هو دور هذه المنهجية المنهجية إدارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين في مواسسات الرعاية الاجتماعية دكتور أنت معي طبعاً في هذا الموضوع استند الباحث إلى المصادر والدراسات السابقة وإلى المعطاة الفكرية والتقارير الرسمية سوى في اليمن والدول العربية والربط بين المعلومات فيما بينها للقروض بحصيلة علمية ملائمة في إطار هذا الموضوع الحيوي وتوصل إلى النتائج التالية واحد إن دور أنظمة ومنهجية ديارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين في مؤسسة الرعاية الاجتماعية يترقم في الانتقال بممارسات ومهام هذه المؤسسات من الوضع الحالي إلى المستقبلي متصدرة في التمويز والتفوق في تقديم الحماية للأطفال المستضعفين الذين يقعون ضمن دائرة مسؤوليتها ونشاطها بكفاءة وفعالية في تحمل مسؤولية الحماية للأطفال وعنوانا أيضا للمنافسة بين المؤسسة التي تسعى للعمل ضمن أنشطة حماية الطفل أصبحت المنظمات يعني المؤسسات التي تعمل بهذه المنهجية هي المؤسسة التي تحظى بدعم أكبر من منظمة الطفولة اليونسيف وغيرها اثنين حول التوقف الاستراتيجي في العمل ضمن منهجية أنظمة دائرة الحالة فإن اهتمام مؤسسة تبعاء الاجتماعية بالعمل بنظام دائرة الحالة أصبح ينظر إليه على أنه معيار للشراكة ومرجها ومصدرا حقيقيا لخلق القيمة التنافسية في الحصول على الدع لبرامج حماية الطفل ثلاثة نجاح منهجية دائرة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين في مؤسسات تبعاء الاجتماعية توقف على تبنيها للنماذج المحدثة والأدلة المرقعية التي تصدرها جهات الإشراف الممثلة بالشؤون الاجتماعي والعمل والتي تقوم أساسا على فلسفة التدريب المستمر المساعدة على مواكبة التغيرات الحاصلة في البيئة التي يعيش فيها للطال والمؤثرة بصفة مباشرة على معطيات وآليات ونماذج العمل المناسبة بعده من النتائج أيضا يشكل التدريب استراتيجية هامة ينبغي أن تتبنها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة بالنظام إدارة الحالة كآليات للرفع في مهارة العاملين ضمن هذا النظام من قبل الفرق الوطنية للتدريب التابعة لأنظمة إدارة الحالة بالوطن العربي بشكل عام وليس في اليمن حص مما يؤثر إيجابا في مستمعات العاملين وينعكس إيجابا على تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين النتيجة اللي بعدها إن نجاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إدارة الحالة للأطفال المستضعفين يحقق لها قدرا مستمرا قدرة مستمرة على تقاوز المشاكل المعاشة والمواجهة الدائمة للتحديات المتعلقة بقدرتها على تنفيذ برامج حماية الطفل التي تقررها البيئة الداخلية والخارجية وخلاصة القول أنه بات لزاما على المؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تتبنى منهجية إدارة الحالة المحدثة كمدخل لدعم قدرتها التنافسية في تقديم الأفضل في مجال حماية الأطفال الاستنتاجات استنتق الباحث من النتائج النظرية لهذه الدراسة ما يلي إن منهجية إدارة الحالة في حماية الأطفال المستضعفين في مؤسسة الرعاية الاجتماعية تعد أصلا وموقها حقيقيا نحو تحقيق الاستدامة لهذه المؤسسات في تقديم خدماتها في مجال حماية الأطفال وأساسا للتميز في إضفاء الصبغة الاحترافية في العمل الاجتماعي لهذه المؤسسات فعملية إدارة الحالة للأطفال المستضعفين هي الأكثر تنظيما والأكثر وضوحا بين القضايا والبرامج إن الأدوار التي تقوم بها منهجية إدارة الحالة سوف تمكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية من تحقيق الحماية للأطفال التوصيات وفي ضو ما تقدم نوصي الدراسة بالتالي ضرورة الاهتمام بإدارة الحالة وبرامجها كمنهجية متبعة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في مجال الحماية للأطفال كونها تشكل المفتاح الأساسي لتحقيق الحماية للأطفال وأساساً لمولوغ الميزة التنافسية في ذلك اثنين ضرورة أن يكون لمؤسسات الرعاية الاجتماعية معرفة وافية حول كيفية العمل بنظام ومنهقية إدارة الحالة إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق أدوار إدارة الحالة في تحقيق الحمال لأطفال المستضعفين والتي ينبغي على قيادة مؤسسة التابعاء الاجتماعية القيام بها والعمل على تنفيذها وتحقيق الميزة التنافسية أخيراً لا بد من إقراءة الدراسات والبحوث الهادفة إلى تقديم الرؤى والتصورات لتطبيق أدوار إدارة الحالة في تحقيق الحماية للأطفال المستضعفين شكراً جزيلاً شكراً دكتور شكراً شكراً والآن ننتقل إلى الباعة طلعت حسن حمود بانباز معك يا دكتور لا خلاص يا دكتور فضل معذر منك نكمل نكمل معك يا دكتور خلوا بس الوقت هالبتور تحايد تختز الرجاء بحاول أن نختصر على الوقت غضو ضيق إن شاء الله موضوع الدراسة عن فاعلة برامج اليونسي في تأهل الأخصاني الاجتماعيين بالجمهورة اليمنية وهذا جاء بعد أعداد برامج وأدلة من قبل خبراء وتم تطبيقه على تدريب دفعتين أساسيتين في الإدارة الحارة وبعدها أنا عملت هذه الدراسة لمعرفة فاعلية هذه البرامج ومدى فاعليتها في دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعي بسبب أنه لا يوجد أخصائي اجتماعيين كافين آنذاك لتغطية هذه تقديم الخدمات للأطفال في المراكز لدور الرعاية وهدفت الدراسة للتعرف على مستوى فعالية البرامج اليونسي في تأهل الأخصاني الاجتماعيين بالجمهورية اليمنية في حماية الطفولة وتوصلت الدراسة إلى قبول الفرض الأولى والذي مؤداها أن مستوى فعالية برامج اليونسي في تأهل الأخصاني الاجتماعيين في حماية الأطفال المستضعفين بالجمهور اليمني مرتفعا وبمتوسط 2.61% ورفض الفرضية الثانية والذي مؤدها من المتوقع وجود علاقة دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات الديمقراطية كالسن والسكان والحي وغير ذلك للمبحثين وتقديرهم لمستوى فعيلة برامج اليونسيف في تأهيل أقصان اجتماعي بالجمهور اليمني وتم وضع مقترحات بما يضمن استدامة برامج اليونسيف في تطوير خدمات الرعاة الاجتماعية وحماية الطفولة ويعد برامج تأهيل الأقصائي الاجتماعيين العاملين في مجالة الرعاية من أهم البرامج التي سهمت في اليونسيف في التشارك مع وزارة الاجتماعي والعمل وجامعتها صنعاء وعدن وأطراف الاجتماعي مختلفة لإعداد وتأهيل وتنمية كوادر مهنية تستطيع الإسهام بكفاءة في تحقيق أهداف التنمية في اليمن وبشكل خاص في مجالات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة في الجمهور اليمني خاصة بعد أن سهمت الاجتماعي في تصميم والمشاركة في تنفيذ العديد من البرامج المرتبطة بالخدمة الاجتماعية وكان الأثر الفعال في إنشاء أقسام الخدمة الاجتماعي باليمن ووضع ميثاء إخلاق المهنة والعاملين بها وتوصيف مهام ووظائف الاجتماعي مشكلة الدراسة أصبحت تعليم الخدمة الاجتماعية من الأمور الضرورية في كل المجتمعات من شكل عام والوطن العربي على وجه الخصوص مثلها مثل بقية المهن المختلفة التي يحتاج إليها الإنسان في أي مجتمع ولا يستطيع الاستغناء عنها بل إنها من أدق وأصعب المهن فهي مهنة إدارة الإنسان بالإنسان فمن السهل أن يدور الإنسان الآلة لكن من الصعب أن يدور الإنسان بالإنسان كما أن الإنسان بالطبع مدني لا يعيش بمفرده إن الميدان يعاني بشدة من وجود العديد من غير المتخصصين في الخدمة الاجتماعية الذين يمارسون العمل المهني خاصة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية وحماية الطفولة والذي يتطلب تأهي لهم ومن هنا كانت الحاجة في المجتمع اليمني للأخصائي المؤهلين يعملون في الميدان نظري لزيادة الطلب عليهم في المؤسسات ودور الرعاية الإجتماعي الأولي والثانوية حيث يعتبر الأخصائي الاجتماعي من القوى البشرية المذاki التي تساهم مع غيرها من المتخصصين في تحقيق أهداف التنمية في العمل في المؤسسات الأولية أو الثانوية للخدمة الاجتماعية فكان لابد من إعداد البرامج التي تعني بالإعداد المهني لخصائي اجتماعي وتدعيم عملية تأهيله لتكوين الشخصية المهنية المناسبة وذلك بتعليم أساسية المهنة وإكسابه الاتجاهات السليمة في مجال التفاعل الوظيفي مع ضرورة إعداد البرامج التدريب حسب معايير الجودان من أجل تحقيق الهداف التي يسعى لها التدريب وقد استخدمه في هذا الشأن الخبر بريطاني على غرار التدريب البريطاني للاستفادة منها في المجتمع اليمني بشركة أطراف متعددة لما للتعاون بين القطاعات المختلفة من تأثير إيجابي على تحقيق الأهداف وقد أكدت ذلك درسة نجوة محبوب التي أفادت أن فعالية برامج الشراكة الدولية للخطة الوطنية لمنع الاتقابة للأطفال في جمهورة مصر العربية وانتهت الدراسة على أن مستوى فعالية البرامج الشراكة الدولية للخطة الوطنية لمنع التجارب الأطفال مرتفع نقتصر قدر أنه كان وبناء على ذلك فقد تحدد التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة في ما مستوى فعالية برامج الديسيف على تأهيل الأخصائي الاجتماعيين بالجمهورة اليمنية لآداء مهام عملهم بكفاءة الموجيات النظرية تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية برامج الديسيف في تأهيل الأخصائي الديسيف في مجال حماية الطفولة بزيد معلوماتهم وتعديل اتجاهاتهم لآداء أعمالهم بكفاءة عالية والوقوف على ما حققته تلك البرامج من أهدافها من أهداف وما اخفقت فيه وذلك بخلال اختيار بعض نماذج الفعالية وتحقيق الهدف نموذج الفعالية والكفاءة وهي قدرة البرامج المسؤولين عليه في تأهيل الأخصائي الاجتماعيين العاملين في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية والجهات الأخرى المستهدفة لضمان استدامة وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال المعارضين الخطر والفعالية تقيس مدى تحقيق الهدف بينما الكفاءة تقيس مدى قدرة الموارد وإمكانية البشرية في تحقيق تلك الهدف نقتصر يا الله أهداف الدراسة تحديد مستوى فعالية برامج منظمة الانونيسي في تأهيل الأخصائي الاجتماعيين بالجمهور اليمنيا عن طريق ما يأتي تحديد قدرة البرامج على تحقيق أهدافه المعلنة تحقيق قدرة البرامج على إشباع الحاقة الأساسي للعملين في الرعاية الاجتماعية تحديد قدرة البرامج على مواجهة مشكلة العاملين في الرعاية الاجتماعية كفاءة الوسائل والأساليب المستخدمين في برامج التأهيل كفاءة المصادر والموارضة المادية لبرامج التأهيل كفاءة المصادر والموارضة البشرية لبرامج التأهيل تحديد قدرة برامج التأهيل على تطوير العمل بالنسبة لخدمات الرعاية الاجتماعية واستدامتها تحديد مدى فعالية وكفاءة الإشراف والمتابعة في برامج التأهيل تحديد مدى فعالة وكفات عملية الشراكة بين اليونسيف والمنظمة الأخرى في تحقيق أهداف البرنامج في حماية الطفولة تحديد الصعوبات التي تحدث من فعالة البرنامج التأهيل في الجمهور اليمينية والوصول إلى أهم المقترحات لتطوير البرنامج التأهيل للخصصية التبعين في الجمهور اليمينية وفرضية الدراسة التي تحدثنا عنها من خلال الأهداف هي بالنسبة عكستها فرضية الدراسة التي من المتوقع أن يكون مستوى فعالية برامج اليونسيف في تأهيل الأخصية التبعين في حماية الأطفال المستضعفين بالجمهور اليمينية مرتفعا ويتم قياسه من خلال المؤشرات التي تم ذكرها سابقا والفرضية الثانية من المتوقع وجود علاقة دالة إحصائي بين المتغيرات الديمقرافية الأخصية التبعين وتقديرهم لمستوى فعال برامج اليونسيف في تأهيل الأخصية التبعين بالجمهور اليمينية من حيث النوع والسن والمهال العلمي وعدد سنوات الخبرتي في مجال العمل والمحافظة التابعة لها بالنسبة للمفاهيم النتائج المعامية البرامج والتأهيل والفاعلية والإقراءات المنهجية خاصة الدراسة والمنهج باستخدام نقول النتائج على طول النتائج توصلت الدراسة إلى قبل الفرض الأولى والذي مؤداها من أن مستوى فعالية برامج اليونسيف في تأهيل الأخصية التبعين في حماية الأطفال المستضعفين بالجمهورية اليمينية مرتفعاً ومتوسط 2.61 بمعنى مرتفع وكذلك رفض الفرض الثانية الذي مؤدا من المتوقع وجود علاقة ذات دلال إحصائية بين بعض المتغيرات الديمقرافية المبحثين وتقدير المستوى فعالي برامج اليونسيف في تأهيل أخصية اجتماعية بالجمهور اليمينية والمقترحات هي كالتالي أنه استمرار برامج لحماية التأهيل للأخصية الاجتماعية في الجمهور اليمينية وتطوير الشراكة مع مرضمات المجتمع المدني بإضافة للقطاع العام في الدولة من أجل تطوير قدرة الخصية الاجتماعية بشكل يؤدي إلى أن يكون الخصية الاجتماعية ذو كفاءة وفاعلية في الميدان وتحقيق ديمومة استمرت هذه البرامج على المستوى الوطني شكراً لكم شكراً جزيلاً دكتور فاند على هذا المهرب وآن ننتقل إلى الباهة طوعة حسين حمود برناسي مجال أهلو السلام عليكم عليكم السلام أهلو السلام أهلو ستعرض شكل سريع حول موضوع دور التعليم والخدمة الاجتماعية في تأزيز الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب في اليمن مع التركيز على دور الخدمة الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم في إطار الأطور القانونية والمنهجية وكذلك الأدلة أهلو الخاصة بإدارة الحاعلة والأدلة الخاصة بتأهيل الكادر الخصائي الاجتماعيين في وزارة التربية والتعليم لمواجهة أهلو المشكلات الحماية والناتجة عن الحرب والأزمات في اليمن أهلو في البداية ركز هذا البعد عن حالة توجيه نظام التعليم في اليمن وأثره عن الحماية الاجتماعي للأطفال آه كان نتاج عملية التعاون ما بين آه منظمة اليونسيف وأكسام الخدمة الاجتماعية في اليمن حيث بدأ نهج وجود الخدمة الاجتماعية من منطلق الخطة أو برنامج الأمم الالتحدة اليونسيف حول الإدراج برنامج حماية الطفل في اليمن بدأ برنامج حماية الطفل في اليمن عام 1999 إلى 2001 كان هناك تقييم شامل لكل مراكز ودور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية في اليمن ونتج على هذا التقييم ظهور فجوة رئيسية وأساسية في إطار الرعاية والحماية الاجتماعية في اليمن وهو غياب وجود الأخصائيين والاجتماعيين المؤهلين للقيام بأدوارهم المهنية في إطار الحماية الاجتماعية للأطفال ومن خلال هذا المنطلق تم عقد اتفاقية شراكة ما بين منظمة الأمم والاتحدة اليونسيف وما بين جامعة صنعاء وجامعة حلوان حول إنشاء برنامج كان قصير المدى ومتوسط المدى وبعد المدى قصير المدى هو تدريب كادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العاملين في إطار مراكز ودور الرعاية الاجتماعية في اليمن على أساس كيفية بناء قدراتهم ومهاراتهم متوسط المدى كان على أساس إنشاء دبلوم للأخصائيين الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية وطويل المدى هو إنشاء أكسام الخدمة الاجتماعية في الجمهورية اليمنية لكي يكون هناك خريجين أخصائيين اجتماعيين موهلين للاعداد المهني أو لإطار الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الطفل في اليمن لتعزيز التدخل فتم على ذلك إنشاء أكثر مكتبات الاجتماعية في الجمهورية سطرة حليك أن نعرف من البنشج الباردين التي تعرضنا حليك بيعرض لا ما يعرضش بيعرض أيوة صورة واحدة صورة واحدة سلطرة ثم انشاك اسم الخدمة الاجتماعية في جامعة عدن في عام 2001 وبالإضافة 2001-2002 وإنشاء شعبة الخدمة الاجتماعية في قسم علم الاجتماع في جامعة الصنعاء 2003-2004 تم تحويل القسم في 2007-2008 نظرا لأهمية التخصص وإنشاء قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الصنعاء في 2007 ستطرع في إشارة تحت سليلة على يسارك الكاس في إنشاء أكسام الخدمة الاجتماعية في إطار الإنشاء أكسام الخدمة الاجتماعية إنشاء قلنا في جامعة عدن وجامعة الصنعاء وجامعة حضرموت وجامعة إب وجامعة المستقبل وبدأ عملية نهج عملية الحماية الاجتماعية للأطفال وتوزيع الحماية الاجتماعية أو كوادر الخدمة الاجتماعية وخريجين الخدمة الاجتماعية إلى الوزارات والجهات المعنية ومن أهم هذه الجهات كانت وزارة التربية والتعليم ونظرا لأن وزارة التربية والتعليم يعاني المجتمع المدرسي في اليمن في الوقت الراهن من إشكاليات حقيقة ومتعددة في الوظائف التربية والاجتماعية وفي البيئة المدرسية وبضعها الحالي أصبحت غير مهيئة لإكساب المتعلمين مهارات وخبرات وتجارب الحياة وكذلك آثار الحرب والعدوان الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتعليمية على أنساق العمل ومن أهم هذه الأنساق هو الأطفال داخل المدارس وزيادة مشكلات الأطفال المشكلات التعليمية أو مشكلات الحماية وأسرهم وأثرها على البيئة التعليمية مما أضاف أعباء زيادة على المتخصصين أو الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس وبالتالي تطلب من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جسم الخدمة الاجتماعية بتعزيز برامج التدريب والتعليم في وزارة التربية والتعليم تتلاءم مع إطار الحماية الاجتماعية للأطفال في المدارس ومن هذا المنطلق سأتي إلى تحسين في أورد التعليم وفي هذا الإطار البحث كان عبارة عن عرض تجربة اللوائح والأنظمة والقوانين في وزارة التربية والتعليم والأدلة والبرامج الخاصة بها لتعزيز الحماية الاجتماعية ومن هذا المنطلق فكانت اللوائح والأنظمة الخاصة والأطر التطوير المرجعية النظرية للخدمة الاجتماعية والمتمثلة في لوائح تنظيمية للخدمة الاجتماعية وأدبيات وأدلة وسياسات تنظيم الخدمة الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في حالة الطوارئ في المدارس في اليمن كان من هذه الأطور عمل هيكل وظيفي لوزارة التربية والتعليم حيث تم تطويره إلى أنه في وزارة التربية والتعليم قطاع تعليم الفتاة هناك الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية تحت الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية تم استحداث إدارة الخدمة الاجتماعية ومن تحت في مكاتب التربية بالمحافظة تم إنشاء قسم الخدمة الاجتماعية المدرسية وفي مكاتب التربية بالمديريات تم إنشاء مختصين الخدمة الاجتماعية وبالإضافة إلى وجود أخصائيين اجتماعيين داخل هذه المدارس ولكن نظرا لهذا الهيكل كان بحاجة إلى تطوير وتحديث المساقات الخدمة الاجتماعية في حالة الأزمات والكوارث والحروف في المجال المدرسي في اليمن ولتعزيز عملية الحماية الاجتماعية وبالتالي كان هناك العديد من اللوائح التي تنظم عمل الخدمة الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في المدارس ومن هذه اللوائح التي صدرت وكانت اللائحة التنظيمية للخدمة الاجتماعية المدرسية واللائحة التنظيمية كذلك لمجلس الآباء والأمهات ودليل الخدمة الاجتماعية المدرسية ودليل موجهية للخدمة الاجتماعية واللائحة التنظيمية لمجلس الآباء والأمهات واللائحة التنظيمية لرياض الأطفال بالأخير تم لمواجهة المشكلات المتعقدة وتطوير النهج الموجود في المجتمع اليمني والتعزيز عملية التطوير وتعديثها وفق سياق آثار الحرب على المجال التعليمي وعلى الأطفال في المدارس طورت وزارة التربية والتعليم اللايحة التنظيمية لخدمة الاجتماعية المدرسية الصادرة بالقرار المزاري رقم 59 الموافق 8 مارس 2020 لتواجه تحديات الحماية الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية للأطفال في المدارس هذه اللايحة كانت هي عبارة عن تحديث للأنظمة ولوائح الخدمة الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وهي لايحة تم الاشتراك فيها مع قسم الخدمة الاجتماعية لتعزيز نهج الحماية الاجتماعية للأطفال في المدارس بالإضافة إلى ذلك كانت المشكلة الرئيسية هي وجود الأخصائيين الاجتماعيين وموجهين الخدمة الاجتماعية في المدارس وهؤلاء كانوا كثير منهم يغيب عليهم المهارات والقدرات للتعامل مع الأطفال داخل المدارس وخصوصا في إطار الحرب وآثاره على الجانب التعليمي وبالتالي كانت هناك سلسلة من البرامج التدريبية أو البرامج التي تتخلت في الأزمات الخاصة من أهم النتائج التي توصلت إلي إلى أنه ضرورة تحديث برامج التدريبية للعاملين في الخدمة الاجتماعية في الأزمات والكوارث من هذه البرامج التي ضرورة في الوقت الحالي أن هناك سلسلة من البرامج الموجودة في وزارة التربية والتعليم وهي برامج تهتم بالحماية الاجتماعية من هذه البرامج البرامج التدريبية الخاص بتفعيل المشاركة المجتمعية والبرامج التدريبية الخاص بالدليل الإرشاد المدرسي والبرامج التدريبية الخاص بالدعم النفسي والتربوي لمعالجة آثار الأزمات بالإضافة إلى البرامج التدريبية الخاص بنظام إدارة الحالة للحماية الاجتماعية في المجال التعليمي هذه البرامج التعليمية للحماية الموجودة في وزارة التدريبية والتعليم بالرغم من تنوع البرامج التدريبية ومحتوياتها المعرفية والمهارية والمهنية لتعزيز نهج الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للأطفال في المدارس إلا أنها بحاجة إلى تعزيزها وتدريبها على كافة مدارس اليمن لتعزيز هذه المنهجية بالإضافة إلى هناك خصوصية آثار حالات الطوارئ والأزمات والحروب المتتالية والمعقدة على المجتمع اليمني وبالتالي تحتاج إلى دعم ومناصرة لوجود هذه البرامج وتطويرها واعتمادها في كافة مكاتب ومناطق التعليمية وتدريبها على كوادر الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس كون معظم الأخصائيين الاجتماعيين في الجانب التعليمي والمدرسي هم من غير المختصين أو غير مؤهلين في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع وعلم النفس وبالتالي من أهم النتائج التي يحتاجها وزارة التربية والتعليم لنهج عملية الحماية هو تطوير التدريب المستمر للعاملين في وزارة التربية والتعليم لتعزيز نهج الحماية الاجتماعية للأطفال في حالة الأزبات والكورد. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا نستاذ طرح. بالفعل نحمد محتاج كبيرا إلى تقديم الخدمة الاجتماعية من الأطفال القاسم في هذه الأيام الحلوية. شكرا جزيلا نستاذ طرح حسن. ولهنا ننتقل للختام. ختام جلستنا اليوم مع حبيبها المغرب المستاذ الزردين والتدريب. باحث في علوم السياسي والاجتماعي والتغوية بعمل وراءة عنوان الأليات المقاملية لأطفال في القالم الدولي الإنساني أثناء مزاعات المسلحة مقاربات حليل. شكرا جزيلا. جامعة محمد الحامس من جامعة محمد الحامس أرواب المعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سبحوا لي السيدات والسادة الباحثات والباحثين أن أستهل هذه المداخلة بكلمة شكر وتقدير والجوء إلى السيد الرئيس المؤتمر وإلى كل المساهمين في نجاح أشغال هذا المؤتمر والشكر موصول إلى السيد الرئيس هذه الجلسة العلمية تعالج هذه المداخلة موضوع الآليات القانونية لحماية الأطفال في قانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة مقاربة حليلية مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة في العالم تتواصل معها معاناة الأطفال وأمام تفاقم متزايد الانتهاكات والاعتلاءات على هذه الفئة لهشة أثناء النزاعات المسلحة قاموا المجتمع الدولي بسند عديد من المواتق والاتفاقيات الدولية والإقليمية أخذت هذه الوضعية بعيد الاعتبار وكفلت لهم الحماية الممكنة من خلال هذه الترسل القانونية وتظهر أهمية هذا الموضوع تتعلق بموضوع الطفل هذه الفئة الهشة من المجتمع التي يجب على الأسرة والمجتمع والدول أتفاق عليها وتوفيك يا سيد رزالدين أخواني يا سيد رزالدين إذا هم كل بس تفتاهمين ونشوف العرض ونشوف العرض للباربوين إن شاء ليكون أكتلة بالموضوع ممتع جدا لا أعطى مفر على فارفانت في الوضع لبن لا بشكين معك لا بشكين بذن فتح لا بشكين معك لا بشكين معك لا بشكين معك تظهر أهمية هذا الموضوع في تعلق بموضوع الطفل هذه الفئة الهشة من المجتمع التي يجب على الأسرة والمجتمع والدول الحفاظ عليها وتوفير أقصى درجات حماية لها لأن أكثر الفئات ضرورة أثناء نزاعات المسلحة والهدف من الدراسة بيان هذه الحماية المجتمع الدولي أولى اهتماما خاصا لحماية الأطفال أثناء نزاعات المسلحة وبدل جهود كبيرة في سبيل وضع تقليل دولي لهذه الفئة وانتلاقها من ذلك يمكن الطرح الإشكالية الآتية ما هي الآليات القانونية لحماية الأطفال في ضوء الاتفاقيات والموضوع الدولية أثناء نزاعات المسلحة والإجابة على الإشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين المحور الأول الآليات المؤسساتية لحماية الأطفال أثناء نزاعات المسلحة جميع التعارف التي قيل بها للطفل تجتبع عند معنى واحد واضح وهو أن الطفولة تبدأ منذ الميلاد وتنتهي ببلغ طفل الثامن عشر سنة لأنها هي السنة الوحيدة التي يكتمل عند نمو الإنسان النفسي والعضوي والعقلي وعلى ضوء هذا التعريف تتحدد حقوق الطفل التي من خلالها تكفل له الحماية الدولية وخاصة أثناء صراعات والحروب يتمتع مجلس الأمن بصلاحيات واسعة في نتاق المحافظة على السلم والأمن الدوليين واستمدت من ميثاق الأمم المتحدة كالمده 24 من الميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 إلى أن انتشار نزاعات مسلحة وما تلازم معها من انتهاكات جسيم الحقوق الإنسان أدى إلى إصابة السلم والأمن الدوليين في الصميم وعندما عجز مجلس الأمن عن منع الحرب فلم يكن لديه سوى التمسك بحماية المدنيين من ويلاته كالحروب والنزاعات وذلك باستخدام المجلس السلاحيات المتمثلة في إرساء قوات للمراقبة وحفظ السلم والإشراف على مفاوضات السلام وهي خطوات مهمة جدا حافظت على السلم والأمن الدوليين وأدت إلى صنع السلام وبنائه في كثير من الحالات كذلك ساعمت في إبرام اتفاقات سلام عن طريق المفاوضات المباشرة وغير مباشرة سواء بالضغط على أطراف النزاع وإجبارها أو بتقديم المشهورة والمساعدة وتوفير البيئة الملائمة للتفاوض وما شبه ذلك وبخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بسبب النزاعات المسلحة وضعت هذه القضية في جدول أعمال ومناقشات المجلس المتعددة وصدرت عنه قرارات تتعلق بالحد من تأثير نزاعات المسلحة على الطفل وحمايته أثناء النزاع المسلح ودمان حقوقي ويعد قرار مجلس الأمن رقم 1261 عام 1999 أول قرار يعترف بالتأثير العام والسلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال وما يترتب عليه من أطار طويلة الأمد على السن والأمن الدوليين ويحط مجلس الأمن في هذا القرار أطراف النزاع على التقييد بالانتزامات المحددة لكفالة حماية الأطفال أثناء النزاع المسلح ولا سيما إيقاف إطلاق النار لأغراض تمزيع مواد الإغاثة والتطعيم وعدم استخدام الألغام الأرضية وتجنب مهاجمة المدارس والمشفايات وعدم تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود دون الأخذ بعيد الاعتبار تجنيدهم طوعا أو مقصرا وهو إجراء مهم جدا مع امتلاك مجلس الأمن على إمكانات المتاحة من وسائل الإكراه والقوة العسكرية الخاصة المتمتلة بقوة المراقبة الدولية لحفظ السلم حسب الحالة واستنادا إلى مسؤوليتنا لحفظ السلم والأمن الدوليين تواصلت جهود مجلس وأعلن عن التزامه بالحد من تأثيرات النزاعات المسلحة على الأطفال ففي قرار رقم 1379 سنة 2001 أكد على ضرورة امتتال الأطراف المعنية لأحكام ميطاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني كذلك القانون الدولي للحقوق الإنسان لا سيما المتعلقة بالأطفال ومن الصلاحيات ومن صلاحيات الجمعية العامة مناقشت تلك المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين ومن دمنى المسائل المتعلقة بحماية الأطفال وحقوقهم وضمن حرياتهم أثناء نزاعات مسلحة ومن ثم إحالته على المجلس الأمن سواء القبل باحتياء أو بعد ذلك المحور الثاني الآليات القانونية والإجراءات الحماية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة أولا الآليات القانونية حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة نص الإسلام على كثير من التعاليم التي تهم الحرب وكيفية تدبيرها وأحطها بأخلاقيات فيها الرحمة والسماحة والرفض فأوصى بأن لا يقتل الضعافة والنساء والأطفال والشيوخ والرهبان وينص القانون الدولي إنساني صراحة على وجوب احترام حقوق الأطفال خلال النزاع المسلح والذي من خلاله يتحصل الأطفال على الحماية لتجاوزات الأطراف المعادية وذلك بالاستفادة من الأحكام العامة التي تنطبق على أرض النزاع في زمان الحرب وبدأ الاهتمام بالأطفال إطراء الحرب العالمية الأولى وذلك عندما تبنت عصبة الأمم ما يطلق عليه إعلان جونيف الذي يكفر الأطفال رعاية خاصة بصرف النظر عن أجناسهم أو جنسياتهم غير أنه لم يعترف بالتفكة جزء من المدنيين إلا في اتفاقيات جونيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأطفال ولمتنص صراحة على هذه الحماية ولا يوجد أي نس يمكن اعتباره أساسا لهذه الحماية وكان لابد من انتظار البرتوكولين الإضافيين لعام 1977 حتى يتم تجاوز هذه النقطة والواقع أن البرتوكول الأول لعام 1977 جاء تعبيرا عن التقدم الهائل في مجال حماية التفل في النزاعات المسلحة الدولية فقد منحه حماية إضافية من الأطار الناجمة للأعمال العدائية ويتمثل التفل بصفة مدني طالما أنه ليس من الفئات المقاتلة التي أشرت إليها المدى الرابعة من اتفاقي جونيف الثالثة والمدى تطور بين الأطفال الأول لإضافي لعام 1977 وطلاقا مما سبق فإن التفل يحضى بصفة مدني محمي تلقائيا كونه لا يستطيع حمل السلاح ولا يملك القدرة على خوضي وليات الحرب ونصت المدى 27 من اتفاقي جونيف الثالثة على ضرورة حق الطفل في العيج في كنف عائلة إذ لا يخفف وطأة الحرب وولاتها إلا العيج داخل الأسرة وبذلك نصت على وحدة الأسرة وعدم تفرق بين الطفل وأفراد أسرته أثناء القيام بعملية إجلاء من المناطق النزاع ورغم ذلك فكثيرا ما نجد أن مبدأ وحدة الأسرة والمبادئ المنتهكة أول المبادئ المنتهكة كما أن عملت إجلاء هي في الواقع والحقيقة هروب للمدنيين وفرارا بأجسادهم وأنفسهم وليس بمجهود القوى المحاربة مما سبب كوارث الموت والفقدان وهناك ضمانات أقرتها معاهدة جونيف الرابعة لضبط ولجم أطراف النزاع المسلح لحفظ كرام الطفل من أهمها منع التعذيب وحضره حيث لم تكتم في اتفاق جونيف بالمنع والحضر بل اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي الإنساني يجعله فاعلة وتحتطائلة جريم لديوناتو بمحكم الجناية الدولية المعاقبة عليها وضع من القانون الدولي الإنساني للأطفال الحماية الشاملة تبدأ بحق الحياة التي بدونها يتهاوى وينعدم غيرها من الحقوق كما حافظ على شرف الأطفال وكرامتهم خلال النزاعات المسلحة كما ألزم القوى المتنازعة بتوفير الغداء والدواء وذلك بالحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد المائية وعدم مصادرة المساعدات الغدائية التي تقدمها البعادات الإنسانية مع الحفاظ على صحة أطفال وعدم إخداعي من تجارب الطبية مهما كان نوعها ولقد أولى القانون الدولي الإنساني أهمية خاصة للأطفال خلال النزاعات المسلحة كونها الفئة الأكثر تضرر وتأثر بالأعمال القتالية وهذا ما أكدته الإحصائيات إذ أثبتت أن أكثر من نصف ضحايا ضحايا خلال النزاعات المسلحة والحروب هم الأطفال ومعادة جونيف الرابعة إن لم تشر صراحة أن يتوفير حماية للأطفال من الاستقلال الجنسي فإن البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ أوجب على الأطراف النزاع المسلحة أن يكون الأطفال محل الاحتراب وحماية من أي صورة من صور خدش الحياة ونظل خطورة هذا الفعل ووضع البروتوكول اختيار لسنة ألفين بشأن بيع الأطفال واستقلالهم للبغاء كما تم إدراج العنف الجنسي دي من المجالات الست لحماية أطفال من ولاة الأعمال العدائية إن الجنيد الأطفال والزج بهم في أتون المعارك يعد انتهاكا سارخا لحقوقهم كفئة هجتا مهما طالت الدوافع سواء بدافع الفقر أو الجنيد القسري ورقد أقر اتفاق الجونيف الرابع لعام ١٩٩٩ والبروتوكوليين الإضافيين لعام ١٩٧٧ حماية خاصة للأطفال خلال النزاعات المسلحة الأعمال العدائية فقد أكدتها من جديد اتفاق حقوق الطفل التي أقرت الأمم المتحدة في ٢٠٠ نوفمبر ١٩٩٩ وقد ولدت هذه اتفاق في الرعوس ٥٤ مادة تشمال كافة حقوق الطفل السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الثانية الإجراءات الحمائية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة في العالم تتواصل مع معاناة الأطفال أتساع رقعة النزاعات المسلحة في العالم تتواصل مع معاناة الأطفال وقد أخذت المواطق والاتفاقية الدولية والإقليمية هذه الوضعية بعلى اعتبار وكفلت لهم الحماية الممكنة من خلال سنة سنة من الآلية القانونية والتي نصت على حضر إشراك الأطفال في الأعمال العدائية من جهة ومن جهة أخرى جاءت ببعض تدابي الحماية للأطفال وقت النزاعات والحروب وما يحدث لأطفال سوريا واليمن وغزة بفلسطين يقدم نظرة مختصرة للعلف الممارسة لدى هذه الفئة في دل وجود لوائح وقوانين الحامية للمدنيين والأطفال فترة النزاعات والحروب وهذا الوضع أنتج أجيالا لا تعرف غير صوت الرصاص ورائحة الدماء وهي مجرد نماديج جد صغيرة عمما يحصل لأطفال مناطق أكثر اضطراباً في العالم وهذا ما يتطلب إعادة النظر في القوانين التي تحاول حماية الأطفال أثناء نزاعات المسلحة والحروب لأن الحد من النزاعات المسلحة سيسائم في الحد من هذه الظاهرة لدى على الدول أن تتدافر لتجنب الدخول في حروب لا طائلة من ورائه سوى صفق الدماء وقتل أبرياء خصوصاً أن الشعوب قد آلت على نفسها تجنيب العالم وإلى حرب عالمية تاليثة حضر تجنيد الأطفال أثناء نزاعات المسلحة يعد جنيد الأطفال وشراك في العمال الحربية سواء بشكل مباشر وغير مباشر من الأقدم وأخطر الجرائم لتتكب هذه الفئة وبسبب تفاقم هذه الجريمة في العديد من مناطق العالم وما يترتب عليهم من أطار جسيمة بدلاًا المجتمع الدولي عقب الحرب العالمي التالية في التحرك لحضر مختلف مضاير جنيد الأطفال وهو ما تجسد بشكل صريح في العديد من السقوك الدولية دات السلة بحماية حقوق الإنسان في زمن السلم وزمن نزاعات المسلحة وقد أحرز المجتمع الدولي تقدمنا ملحوظاً في مكاحفة جنيد الأطفال من خلال جهود مبدولة من طرف قضاء الدولي الجنائي وبعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وأدى تفاقم جنيد الأطفال خلال تسعينية القرن الماضي بالأمم المتحدة إلى إن شاء ولاية خاصة تعرف باسم الممتين الخاص لأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح وموجب قرار من الجمعية العامة في العام 1996 وعليه دخلت قضية حماية الأطفال منذ عام 1999 في صورة جدول أعمال مجلس الأمن المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وأسباب جنيد الأطفال لا سيما في إفريقيا تنبع من البيئة الداخلية التي أسهمت بدرجات متفاوتة في تمكين الجماعات المسلحة من جنيدهم وبذلك أصبح الأطفال ضحايا المورود تقافي العادات الاجتماعية والترد الاقتصادي وانتشار السلاح ووضع الحكومات وغيرها ولم تتم معالجة جدرية والحقيقة لمعظم هذه الأسباب مما يجعلوا مستقبلاً عرضاً لأخطار جنيد وترجاء الجماعات المسلحة إلى وسيلة اختطاف الأطفال كوسيلة رئيسي للجنيد وهي أكثر الوسائل شيوعاً في قارة الإفريقية علماً أن ذلك متوقف بدوره على مسألتين الأولى مدى احتياج جماعات المسلحة للأطفال الجنيدهم الثانية مدى توفر بعد السماد البدنية في الأطفال من حيث الصحة والقدرة على الحمد السلاح وغيرها وختاماً إن القوانين الدولية بأصبع قوانين إنسانية قد نصت على حضر ارتكاب الاتهاكات بحق الأطفال وحرست على سيارة حقوق من أي اعتداء وهكذا منح اتفاق جنيد في الرابع عام 1949 للتفل حماية عام كونه مدنياً وحماية خاصة كونه من ضمن الفئات المستضعفة وجاء الفورتوكولات الإضافية لاتفاق الجنيد في عام 1977 ليعزز هذه الحماية غير أن الواقع يكشف أن الأطفال هم الضحية الأولى أثناء النزاعات المسلحة والحروب التي تحدث في كثير من مناطق العالم فلا يتم الاتزام لا بأحكام القانون ولا بأحكام الشريعة كما أن مشاركة الأطفال في الحروب ما زالت منتشرة وملفدة للنظر في العديد من دول العالم إذ يتم مستغلالهم في الاقتتال والاستخدام في نقل المعدات من الأسلحة وغيرها نائك على الأوضاع المزرية التي تعرضون لها من نقص غذاء والدواء والحرمان من التعليم وهو ما يستدعي بدل المزيد من الجهود وتكثيف القواعد والآليات لمنع هذه الانتهاكات التي تحصدون الضحايا كل يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا يا رسول زدين على هذه الورقة الرائعة جدا والتي تحمل في مأس كثيرة يتحملها على أحيان الأقصال شكرا جزيلا وكان هذا هو حتام الجلسة وكان حتام موسك مع الانتصال الزدين الفدري ونختتم جلسة هل هناك نباش هل هناك من الأخوة المقدمين الأوراق هل هناك سؤال استرسال إذن نشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن التوصيات والآن ننتقي للتوصيات والترجات المؤتمر والدكتور فضل حضرمي هذا الرجوع الذي يعمل كفالية نحن شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور فهد عبد الرحمن حسن إبريس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وشكرا لمعالي الأستاذ الدكتور علي السمحي مقرر الجلسة والدكتور فؤاد كرئيسا للجلسة على الإدارة المتميزة والإبداعية والقادرة على إيجاد توليفة علمية متكاملة من خلال تنشيط أعمال الجلسة ومن خلال الباحثين المشاركين الذين قدموا أوراقا متناغمة ومتجانسة مع أبحاث ومحاور المؤتمر في الختام أو في الأخير يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل أيضا لشركة جامعة إب المشاركين معنا في تنظيم هذا المؤتمر المتمثل في المركز الديمقراطي العربي برلين ألمانيا وجامعة بني غازي في ليبيا وجامعة النيل الأبيض في السودان والمركز الألماني لدراسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ألمانيا الشكر أيضا موصول لمعالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ علي حسين الديلمي وإلى الأخت والأستاذة أخلاق الشامية من عام المجلس الأعلى للأمو الطفولة والأستاذ عبد صلاح المنسق العام لهيئة التنسيق المنظمات اليمنية في رعاية حقوق الطفل وأيضا الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة وممثلة بالأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفلاحي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الذي أدار الجلسات الأولى والثانية نظرا لدوث وعكة صحية للأستاذ الدكتور أحمد أبو الحوم نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلبة وبالتالي نشكر جميع الباحثين ونشكر جميع رؤساء الجلسات والمقررين ممثلا بالأستاذ مقرر الجلسة الأولى الدكتور طاهر سيف ومقرر الجلسة الثانية الدكتور أمين الخياض ومقرر الجلسة الثانية الدكتور علي السمحي في ختام المؤتمر نعلن عن البيان الختامي بالمؤتمر الدولي العلمي وتوصياته الموصوم بالحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب وتوصياته والمنظم من قبل جامعة إب اليمن بالتعاون مع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجي والسياسي والاقتصادية برلين ألمانيا وجامعة بنيغازي ليبيا وجامعة النيل الأبيض السودان والمركز الألماني الدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقية من باحثية اليمن والمغرب والليبيا والجزائر والعراق حيث تم تجشين أعمال المؤتمر في تمام الساعة العاشرة والنصف في الجلسة الافتتاحة برئاسة حيث بدأت الجلسة بآية من القرآن الكريم ثم النشيدة الوطن الجمهوري اليمني والنشيدة الوطن الفلسطيني وكلمات كل من الرئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور عارف الرعوي عميد كلية الآداب جامعة إب وكلمة التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر والأستاذ الدكتور فهد حسان نائب رئيس جامعة إب للدراسة العليا والبحث العلمي وكلمات المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بحماية الطفولة والأستاذ عبدالصلاح الحرازي المنسق العام لهيئة التنسيق لمنظمات اليمني لرعاية حقوق الطفل والأستاذ أخلاق عبدالرحمن الشامي لأمين العام المجلس اليمني لأعلى الأمم والطفولة ومنظمات الأمم المتحدة للطفولة يونسف الأستاذ أديب زليل مسؤول الحماية يونسف مكتب إب وكلمة الجهة المنظمة للمؤتمر لرئيس جامعة إب وظيف الشرف كل من الأستاذ وضيف الشرف راعي هذا المؤتمر الأستاذ علي حسين الديلمي وزير حقوق الإنسان عقد المشاركون في المؤتمر جلساتهم العلمية في أجواء من الأمان العلمي وإدراك واسع للمتغيرات العالمية خاصة في ظل الظروف الدولية المليئة بالصراعات والنزاعات المسلحة وفي مقدمتها الصراع العربية الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ومصادرة حقوق أبنائها في المواطنة والانتماء لوطنهم والدفاع عن تلك الحقوق وما يجري حاليا من حرب إبادة وجرائم إبادة للنساء والأطفال بتأثيراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية على حياة المجتمعات وعلى وجه تحديد الفئات الأشد ضعفا وهم الأطفال وانطلاقا من إحساسهم المدرك لتلك التأثيرات وانعكاسها على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم واستقرار الحياة فيها وفي بقية شعوب المنطقة العربية ومنها اليمن على وجه الخصوص إن حجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال في ظروف الحرب الدائرة في اليمن منذ تسع سنوات حيث تعرض الأطفال للعديد من الانتهاكات والاعتداءات المختلفة التي أضرت بحياتهم بوصفهم أكثر الفئات العمرية تأثرا بهذه الحرب بسبب طبيعتهم البدنية والنفسية لقد ألحقت الحرب أضرارا كبيرة في حياة الأطفال لامست أوضاعهم الصحية والنفسية والبدنية والتربوية في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية ودور الرعاية التوجيهية من قبل معظم المؤسسات والهيئات الاجتماعية الحكومية والسياسية والهلية والمدنية معاً وتتجلى تلك الصورة في حياة هؤلاء الأطفال من كونهم يمرون في مرحلة مصيرية ومهمة في تكوين شخصياتهم وتوجههم المستقبلي بوصفها من أهم مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان لها تأثير حاسم على مستقبلهم وتوازنهم العاطفي والوقداني بل وهي المرحلة التي تبنى عليها محددات المراحل اللاحقة من حياة الأطفال وعليه خرج المؤتمر بعدد من التوصيات من أهمها سرعة إنهاء الحرب والعدوان على اليمن وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وأهمية حمايته في قطاع غزة وتوفير الحماية التامة للأطفال دعوة المانحين والمنظمات الأهلية والجهات الحكومية المعنية بسرعة تقديم الخدمات الطبية والقانونية والدعم النفسي للأطفال ضحايا القصف الجوي لدول تحالف العدوان على اليمن والسعابهم في برامج الإغاثة والطوارئ وتوفير بيئة حامية للأطفال إقامة مراكز إعادة تأهيل ضحايا الانتهاكات وتفعيل نظام الرعاية الأسرية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم وتقديم التعويض العادل لضحايا الانتهاكات والتركيز على إعطاء الأولوية للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي دعوة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستغلال والعنف والحد من انتهاكات حقوق الأطفال والاهتمام بهم كونهم عماد المستقبل والغد وتكريس الجهود المشتركة لضمان حياة كريمة وصحية خالية من الأضرار النفسية والجسدية للأطفال أهمية التمسك بالمبادئ الإيمانية والإنسانية التي تحمي الأشخاص في أثناء الحروب فضلا عن إعمال كافة القواعد التي من شأنها أن تحمي الطفل بشكل خاص والعمل على نشر مفاهيم حقوق الطفل وحمايته قيام الجهات المعنية بالعمل على دمج المصابين الذين حدثت لهم إعاقات جسدية في أثناء الحرب في الأسرة والمدرسة عن طريق زيارات المساندة وتهيئة الظروف المناسبة لها وتفعيل دور الرعاية للصحة النفسية للحد من انتشار الأمراض النفسية ودرع عواقبها ضرورة محاكمة مجرمية الحرب من دول العدوان والمرتزقة لارتكابهم جرائم جسيمة أمام المحاكم الوطنية والدولية وإصدار أحكام نهائية رادعة بشأنهم تشكيل لجنة تحقيق وطنية لتقصي الحقائق حول كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في اليمن وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مطالبة أجهزة ووكالات الأمم المتحدة على العمل الجاد لوقف العمليات والهجمات العسكرية البرية والبحرية والجوية التي تنفذها دول العدوان والرفع الكل للحصار المفروض على منافذ اليمن وموانئه البحرية والجوية وضع حد للهجمات المتعمدة والعشوائية التي قد تسببت بقتل الأطفال وتشويهم وإنهاء الهجمات على المراكز التعليمية والمراكز الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها في المعاقبة على الجرائم المرتكبة بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة إن الأطفال هم الأمل والمستقبل لذلك لا بد أن يحصلوا على أفضل الحماية حتى يستطيعوا النمو في جو من الأمن والأمان والسعادة يسده السلام الذي أصبح أمرا ضروريا للكبار والصغار على حد سواه يجب منع تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أجل الامتثال لتعاليم الدين الإسلامي والتزاما بمواثيق الدولية الداعية لحماية الأطفال نظرا لما تسبب الحروب من مآسي ودمار مادي وبشري يتمثل في تزايد أعداد مشوهية الحرب والمعاقين والمعوقين كما يجري الآن في العدوان على اليمن من حرب وحصار جائر وغيرها من الأعمال العدائية فإن الأمر يستدعي إثارة ضمير العالم ودعوته إلى اتباع مبادئ التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة وتقديم المساعدة للتخلص من مخلفات الحروب وتخفيف الآثار المترتبة على الأطفال بوصفها أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق الطفل في اليمن البناء نظام فعال للكشف المبكر عن الإعاقة لحديثية الولادة ودعم الدراسات الوبائية حول الإعاقة ومحدداتها وتقديم المساعدة النقدية الطبية الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة تدريب ذوي الإعاقة على كيفية الاندماج في المدارس ورفع ثقتهم بأنفسهم بإمكانية دمجهم مع طلاب المدارس الاهتمام بتطوير تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال الأطفال دوي الإعاقة المساهمة في تنظيم المتمرات والندوات والمعارض التي تناقش احتياجات ومشكلات الأطفال العمل على نشر الوعي بين المواطنين بكيفية التعامل المناسب مع الأطفال دوي الإعاقة وطرق الوقاية من الإعاقة وتنوير الرأي العام عبر كافة وسائل الالتصال الجماهير ومشكلات الأطفال وبهدف تعديل الاتجاهات الخاطئة لدى الجماعير تجاه الإعاقة والشخص ذوي الإعاقة ضرورة قيام مراكز الإرشاد النفسي بالجمهورية بشكل عام وفي محافظة إب على وجه الخصوص وكذلك المنظمات والمؤسسات التي تتكفل برعاية الطفولة بتكثيف الجود في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم خدمات الصحة النفسية لجميع الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي نتيجة لما يعاني هؤلاء الأطفال من آثار سلبيع على الجانب النفسي لديهم نتيجة الحرب والدمار إضافة إلى تشجيع أولياء الأمور بالاستشارة النفسية التي تقدم المراكز والمستشفات الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية العمل على استيعاب الأطفال النازحين في المدارس وتهيئة الظروف الملائمة التي تسهل اندماجهم في التعليم التوسع في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية لآباء أمات السرى النازحين بما يمكنهم من الحصول على فرص عمل أو قروض لعمل مشاريع صغيرة مدرة للدخل واستيعاب العاطلين منهم بما يمكنهم من الاهتمام بتعليم أبنائهم يرتبط الأمن والاستقرار بالتنمية ارتباطاً وثيقاً والعلاقة بينهما علاقة طردية كلما توافر الأمن ارتفعت مؤشرات التنمية وإن أفضل ما يحقق الأمن هو الإنسان المسلح بالعلم والفكر والثقافة لذلك ينبغي وضع الخطط العملية لتنمية مهارات المورد البشرية الوطنية إجراءات حجر المتسولين وجمعهم وتثقيفهم من خلال محاضرات تكون ضمن برنامج عمل متكامل وأهمها تلبية احتياجاتهم الضرورية من خلال صندوق الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وكبار السن وتقليص نسبة البطالة في المجتمع والتشجدد في إلزامية التعليم حتى لا يستغل الأطفال في امتهان التسول وإبعادهم عن حقل التعليم ضرورة الاهتمام بإدارة الحالة وبرامجها كمنهجية متبعة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في مجال الحماية كونها تشكل المفتاح الأساسي لتحقيق الحماية للأطفال وأساساً لبلوغ الميزة التنافسية في ذلك إنهاء مهزلة التعاون الدولي وإغلاق جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي كانت برعاية منظمة الأمم المتحدة ومندوبها على حد سواء لضعف فاعليتها في توفير المساواة في حماية حقوق الأطفال أثناء الحروب ضرورة أن يكون لمؤسسات الرعاية الاجتماعية معرفة موافية حول كيفية العمل بنظام ومنهجية إدارة الحالة صادر عن المؤتمر العلمي الدولي الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب بالتاريخ 20 ذو القعدة 1445 28 مايو 2024 جامعة إب اليمن شكراً لكم جميعاً وشكراً لرئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عارف الرعوي والشكر للأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي ولرئيس جامعة إب الأستاذ الدكتور نصر الحجيلي وللنائب الأستاذ الدكتور فاد حسان وأيضاً شكري وتقديري لجميع الباحثين والباحثات المشاركين معنا في هذا المؤتمر الرائع بأوراقه المتنوعة وضاحثه المتميزين وإلى اللقاء في مؤتمرات وملتقية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للجميع والسلام عليكم شكراً لك أستاذنا ودكتورنا على التنظيم الرائع شكراً لك شكراً لجميع وشكراً لكم دكتور شكراً لكم جميعاً شكراً لكم جميعاً شكراً لكم جميعاً اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة